بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله نعود هنتكلم عن موضوع الهير هنتكلم بس عن الفيزيك على السريع قوي علشان نفهم الدنيا مشى إزاي بعد كده أنا عايز أتكلم عن الهير من ناحية البيولوجي بتاعت الهير البيولوجي بتاعت الهير من ناحية الإمبريولوجي من ناحية الأناتومي من ناحية الفانكشن نفسها بتاعت الهير وظيفتها إيه إيه هي أنواع الهير إيه هي الاستيجيز بتاعت الديبلومنت بتاعت الهير إيه الفرق بين الهير والهير فوليكل إيه هي أنواع الهير فوليكل يعني إيه بايدوسيبيشيس أباريتس إيه هي الحاجات اللي بتبقى موجودة كريسيبتورس موجودة في الهير فوليكل إيه هي الحاجات اللي بتأثر على الشعراية نفسها أو على الهير فوليكل ممكن نشوفها في حياتنا أي واحدة في العالم في العالم أي ست أي فيميل في العالم نفسها شعرها يكون زي روبانزل بس للأسف شعرها بيبقى زي أمان ماشي الناس مفكرة أن إحنا كوافرات أنا عايزين نطلع من المفهوم دوت أنا عايز النهاردة أفهمكم أن إحنا جده كتر أن إحنا جده كتر أن إحنا بنعالج أمراض الهير أمراض الشعر وإزاي نقدر نختلف أو نتفق يعني الكوزماتيك معنا أو ضدنا مش هنختلف كتير عموما الدكتور الشاطري يبقى فاهم البيزيك كويس أوي فاهم الدرماتورجي كويس أوي ولو فاهم الدرماتورجي كويس أوي حيفهم الكوزماتيك كويس جدا 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 يعني الكوزماتيك ده علم كويس بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أنا أخلي شعركم تلكل كل زي روبانزل بي ماشي؟ كله أمين أمين يا رب العالم يعني شعرها أنا عندي هير قويس شعراية وعندي حاجة اسمها الهير فوليك اللي بتطلع الأول هو بتتكون الأول الهير فوليك الهير فوليك ده جزء من الإبيدرميس جزء صريع من الإبيدرميس بيتكون عن طريق إبيدرمال بودنج بينزل تحت الإبيدرميس في الإبيدرميس ويقعد يحصل له إكسبانشن 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 لحد ما بيكون لي الهير فوليك قالوا الكلام يبقى الهير فوليك ده غير الشعراية خاصة أنت تقدر تقولي إن الهير فوليك ده هي المصنع اللي هيعمل لي شعراية بعد كده ولو مصنع ده سليم هيطلع لك شعراية كويسة ولو مصنع ده بايس هيطلع لك شعراية بايزة بسهولة جدا خلاص؟ يبقى أنا عرفت إن الهير فوليك ده طلع منين؟ طلع من إكتو ديرمال أورجين طلع من الإبيدرميس وكل الجلانس كمان طلع من الإبيدرميس سواء كان السبيشيس جلانس أو إكراين أو إيبو كراين جلانس كلهم طلعين من الإبيدرميس خدنا زمان الهير فوليك ده صح؟ قلنا إن الهير فوليك ده عبارة عن ثلاث أجزاء أساسية صح؟ أول جزء اللي هو الهير فوليك ده صح؟ ثاني جزء اسمه الاسمس ثالث جزء اللي هو الهير فوليك ده صح؟ حلو الكلام يبقى أنا عندي الهير فوليك نفسها الهير فوليك نفسها أسيبوكه من الاناجين والكاتاجين والتليجين دلوقتي الهير فوليك ده بدي تقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأولاني من أول الاستيام بتاعت الهير فوليك الهير فوليك لحد الضغط أو فتحة الضغط بتاعت السيبيشيس جيلات والجزء الثاني بين الضغط بتاعت الجيلاند لحد الإنسيرشن بتاعت الإريكتور بايلي مصر والجزء الأخير من الإريكتور بايلي مصر لحد الآخر هلو الكلامة؟ طيب أنا عندي كم جزء حد دلوقتي هم الضغط واسمس واللورسيندونيات اللورسيندونيات دي بتتكون من حاجة اسمها البلق وحدة فيها كده اسمها الشبرة بلق حسن؟ هو أنه في الديومر ان الهير فوليك دي عبارة عن إباديرميس وديرميس بالظبط زي الإباديرميس والديرميس والإباديرميس بتاعه عبارة عن طبقات زي الإباديرميس بالظبط الإباديرميس كل اللي حصل فيه إن حصل إنباجينيشا من الإباديرميس عمل الهير فوليك وعلشان كده اللينج بثيديم بتاعة الهير فوليك الكلها كلها إباديرميس سواء كانت فيها جرانيولر سليير زي الإنفان ديولار بورشن أو ما كانش فيها جرانيولر سليير زي الجراء زي الإسمك بورشن طبعا خدناها الكلام ده في التيومر ونقل إثمة بورشن مفهوش جرانيولر سليير صح؟ بيحصل حاجة اسمها أبرابت كيريتونيزيشن كلمة أبرابت كيريتونيزيشن يعني الهير فوليك في المنطقة دي اللي هي المنطقة بتاعة الإسمص من البريكل سليير إلى الهورن لير مراحل صح؟ صح؟ يبقى الهير فوليك يتكوّن من خلايا اسمها خلايا هي نفس الخلايا التي لها марكمة و搞نا إن الكيريتون بيопрос Rivers IN2000 موجود في كل الهير فوليكين لحد إياريا كدا كنا ن نسمիها 씁 والآدم في الفرنش دي مرحلة ما بيكونش فيها كرة من الجلد أو حتة من جهير فلكل ما فيهاش كرة دي وده اللي كان بيفسر لنا ليه الفانجايد بتقعد سبرد 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 لحد ما توصل لحد الآدم في الفرنش دي وتقوم جاية واقفة وتنتخر إلى شعراية أخرى صعبة كده؟ طيب يبقى أنا كده فهمت الامبيديولوجي هي طلع اكتو ديرمال انورجن طلع عامل باضين من الإبو ديرميس الآينات مبتاحة الفاندي بولامل اسمس واللور بارد واللور سيد منتاع عبارة عن بلد سبرد بلد طيب زي ما احنا شايفين ان الهير فوليكل ديورنج ديبلوبمنت بتاعتها بيحصل لها مورفولوجيكال تشينجز مورفولوجيكال تشينجز قال لك ان المورفولوجيكال تشينجز دي بتحصل فين؟ قال لك والله ان الابر سيد منتاعها اللي هو الاسمس الاسمس واللور بارد يسموهم الديناميك بارد يعني الديناميك بارد يعني هم دولة اللي هيحصل فيهم تشينجز انما اللي هو ارسيت من ده ثابت مفهوش شينجز حلم مش مشكلة الكلام دي دلوقتي خليونا بس نفد واحدة واحدة يبقى انا عندي حاجة اسمها الهير فوليكل صح؟ والهير فوليكل دي المفروض اللي هيطلع منها الشعراء طيب الهير فوليكل اللي انا موجودة في جسمي عددها كان قال لك والله هم عددها حوالي خمسة مليون هير فوليكل متوزعين كويس كويس عددهم ثابت المعلومة دي مهمة جدا ان عدد الهير فوليكل في جسمي ثابت منذ ولادتي بمعنى ايه بمعنى ان لما بتجيلي واحدة وتقول لي يا دكتور انا عايزة شعري يتقل شوية اول سؤال انا سألولها لو سمحت يا فاندي شعرك قبل كده كانت قيل ولا كان خفيف لو قالت لي لا ده طول عمري شعري خفيف بقول لها معلش اصلا ما فيش هير فوليكل جديدة هده اطلع انما لو كانت قالت لي لا يا دكتور ده انا شعري كانت قيل وبعدين خف ده ببقى فيها الامل ان الشعر يطلع ليه لان العدد بتاع الهير فوليكل ثابت لا يتغير كويس كويس الهير فوليكل قلت ان هي بتتكون من ايبا درمال بارت صح او بنسميها كونكتف تيشو صح مش احنا كنا بيقول ان الاب اتابي درمس او جدده ده عبارة عن سيلولار كومبرتمنت ات hab אهم اتابيativt وكانت السيلولار كومبرتمنت بتاعها تPl hisère الاب اتابي درميس هي الخراية اللي هي الكراتين وصائد 것이 الموجودة في الاب اتابي درميس وكان الكمبرتمنت هو مين الي منها كان الكمبرتمانه هو Ô nữa بتساقب بالضبط الشعراية كده ليها اللي هي اللي هي رز بتاعتي وليها ايه هو الكنك تفتيشه المبارتمين قال لك ان الكنك تفتيشه المبارتمين ده هو الروت شيث اللي انا عمله شعور عليه ده بيسموه اللي هو اللي هو اللي اسمه الروتشيس والحتة الزرقة دي اللي بيسموها الديرمل بابللي اذا انا عندي استراكشور اسمه هير فوليكي فوق من فوق كده فيه سيلولر كمبارتمنت وفيه كرة دي وفيه جزء من تحت كونك تفتيش الكمبارتمنت اللي هو إسمه الروتشيس ده ده الشيس اللي مغلف للروت وفيه حاجة كمان اسمها الديرمل بابللي طب ما المعلومة اللي تفيدني في الدرمل بابللي ده اللي لو حصلها ديستراكشن الشعراء مش هتطلع لو الروتشيس ده حصلوا ديستراكشن الشعراء مش هتطلع ليه لان هم دولة اللي خليلي الشعرايا تطلع انا بتكلم دلوقت على هير فولكل وليس هير يبقى اذا الهير فولكل اللي انا قلت عليها ان هو المصنع المصنع بتاع مين بتاع الشعرية اللي هما مين اللي هما الاوتر روتشيس والدرما البابلي او مجالزا دلوقتي الروتشيس والدرما البابلي هما دولة المصنع اللي هستنوع الشعرية وجاني دي هي دي فكرة الليزر ان انا اسخن الشعرية فتنتقل الحرارة من الشعرية وتقوم جاية عاملة ديسترقشن للهير فولكل من تحت ولو عملت ديسترقشن للهير فولكل من تحت الدنيا كلها كده بازد لانها الشعرية كده مش هتطلع وعشان كده يقول لك ايه الليزر كل ما كانت الشعرية ادخن كل ما كان الافكت بتاع الليزر اعلى ليه لان الكروموفور بتاع الاندياجة والالكس بيتمد على كمية الميلانين اللي موجودة في الشعرية الميلانين بيأبصوب الطاقة بتاعت الليزر تمام ولما يعملها ابصوبشن يعمل حاجة اسمها فوتو فيرموليسيس يسخن الشعرية الحرارة تنتقل الى الاوتر والشيس والدلم البابلي تعمل لهم وبالتالي الشعرية مش هتطلع تاني حلو حلو يبقى انا كده عرفت ان الهير فولكل ها ما هي اللي ايه المصنع والمصنع ده عدد سابت طب قبل ما انتقل الى انواع الهير ايه هي الاماكن اللي موجودة فيها الهير فولكل قال لك الله الهير فولكل ده ديستريبيوتيد كلوفر زي بودي يعني الهير ابيض والله عظيم ديستريبيوتيد كلوفر زي بودي ما عدا كده اماكن مفيهاش هير فولكل خالص ايه هي الاماكن اللي مفيهاش هير فولكل نهائي بقى هي الاماكن اللي مفيهاش هير فولكل خالص قال لك والله الجلانس بينيز مفهوش هير فولكل الليبيا الكلتوريس مفهوش هير فولكل الاكرا البارت او الديستل بارت بداعة المتاكاربو فلانجيال فلانجيس الديستل فلانجيس وخلاص تمام؟ طائب هل الحاجات دي طبعا الابطة هل الحاجات دي هتفدنا في حياتنا العملية الأكراب؟ كلينيكالي كلينيكالي المكان اللي مفيهاش هير فولكل كلينيكالي يعني مثلا هنعتبر مثلا حتة جلدي مفيهاش هير فولكل كلينيكالي كلينيكالي المكان ده اللي وجه فيه بيتليجو صعب جدا 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 انه هو يتعالج طبعا انت اخدت معايا بتليجو وكنت بقول لكم ان لما بعمل الريبجمنتيشن الريبجمنتيشن بتتم على طريقين طريق هوروزونتل كده من الادجاسنط نورمال سكني وطريق من الهير فولكل لان الهير فولكل فيها ميلانو سايدس صعب؟ عشان كده لما بجينا اكرا البتليجو صعب جدا 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 انه احنا نعلم يبقى الهير فولكل موجودة في الجسم بتاعنا كله بس في اماكن كده بعض الاماكن ما فيهاش هير فولكل خاص استؤالك بعد كده هل الفمير والشه فيه هير فولكل او الشه فيه هير فولكل امال الشعر ده ما بنشوفوش ليه امال شعر البنات الشعر ليه البنات ما بنشوفش شعر فو الشه هل كل هير فولكل لازم يطلع منها شعرية او كل هير فولكل لازم يطلع منها شعرية تخيلوا بقى طيب انواع الهير بقى قولينا انواع الهير طالما انت قلت لنا ان كل هير فولكل يطلع منها شعرية قولينا بقى انواع الهير اقول لك انا ازيل ان فيه هير بيبقى موجود في جسم النوم الصغير بيبقى انترا يوتراين انترا يوتراين بايز? الطفل الصغير ده بيبقى موجود فيه الشعر ده وقبل الولادة بسبوع قبل الولادة بسبوعين الشعر ده بيقع إيفين حتى لما وقعش ممكن يقع بعد الولادة بسبوع أو سبوعين الشعر ده اسمه لانو جو هير هم ما سموه كده لانوجوهير والشعراية دي بتبقى رفاية جدا يعني فاين وما فيهاش بجمنت خالص يعني الميلانوسايتس موجودة بس ما فيهاش بجمنت فبيسموها فاين نان بجمنت وكمان نان مضليتت وحنعرف يعني مضليتت حلو حلو بعد كده اللانوجوهير المفروض يقع ولو ما وقعش يديني مرض حلو حلو طيب ايه النوع التاني قالك النوع التاني حاجة اسمها الفيلاس هير وهو ده اللي انا بتكلم عليه اللي احنا بنسميه بنا وبين بعض كده الشعر الوبري الشعر الوبري اللي هو الفيلاس هير اللي هو ببقى رفاية جدا وبرضه مفروش بجمنت واخر انه هو يطول لحد اثنين سنتي ويقع وشاراية تطلع حلو الكلام وهو ده اللي بيبقى موجود اللي انا بتكلم عليه ان هو ببقى موجود في الفيميلز اكتر كويس طيب حنعتبر ان انا عند دلوقت طفل صغير ولد طفل صغير ولد اجي اقص لو ده ققت في طفل صغير ولد او طفل صغيرة بنت ممكن الاقي شعر اصفر رفاية خالص موجود في والشعر ده بيقعد يقعد وممكن يطلع تاني والشعر ده في مرحلة ما بعد البيوبرتي يتحول من البلس هير الى الترمنال هير يبقى اخر مرحلة ممكن اقول ان البلس خلاص هيتحول الى ترمنال غالبا غالبا بعد البلوغ حلو 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 طب انا دلوقتي بتكلم على طفل صغير طب هل طفل صغير ده ما عندوش ترمنال هير لا عندو ترمنال هير الترمنال هير بيبقى موجود في الاسكالب موجود في الاي لاشز وموجود في الاي براوس عند الاطفال الصغيرين بقية الشعر اللي عندهم بيبقى فيلس هير حلو حلو طب هل البيلس هير ده ممكن اشوفه بعين المجردة ممكن تشوفه وممكن يكون بيري ثين لدرجة انك ممكن ما تشوفوش ولازم ترايكوسكوب يكبر علشان تقدري تشوفي البيلس هير كلام اللي انا بقوله ده في المنتقى الخطورة بمعنى ايه انا زي ما قلت ان الستات الفيميلز عندوهم ترمنال هير المفروضة عندوهم ترمنال هير في اماكن معينة اللي هما الاسكالب الاي براو والايلاشز وكمان موجود عندوهم ترمنال هير في البيوبت والاكزيلة صح انما بقية الجسم المفروض يكون فيه فيلس هير حلو حلو افرض افرض ان الفيلس هير تحول الى ترمنال هير حسميه ايه حسميه هرشيتزم حسميه ايه هرشيتزم لو الفيلس هير عند الفيميل تحول الى ترمنال هير وتيجي الست تحلف بالمصحف وتحلف بالطلاع وتقول والله العظيم ما كان في شعر في دقني شعرايه واسدقها هو كان في شعرها او كان في وشها فيلس هير مش شايفها ولكن لسبب ما هنعرفوا ان الفيلس هير تحول الى ترمنال هير نتيجة شينجز حصلت في الهير فوليكي اشتا 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 انما الرجالة اللي عندهم ترمنال هير بقى الترمنال هير المفروض زي ما قلت ان هو موجود قلوفر زي جودة عند الرجالة وليكن اللي سكان فيها الترمنال هير صحيح الترمنال هير ده ممكن يتحول الى فيلس هير ممكن يتحول الى مين فيلس هير نتيجة الافكت بتاعت الاندروجين ويتحول الشعرايه بعد ما كانت تك وبتمنتد ومضليتد الى فيلس هير وده اللي بيسموه الاندروجينيتك الوجيشي يبقى اذا تحويل الفلس هير الى ترمنال هير مرض تحويل الترمنال هير الى فيلس هير مرض السؤال البعد كده هل الفلس هير لو كان عند الرجالة الميلز تحول الى ترمنال هير هسميه هرشيتزم لا لان ده الطبيعي ان الفلس هير يتحول الى ترمنال هير في الوش والدقن والشنب والسدر والحاجات ديه علشان كده يقول لك ان الهرشيتزم بيحصل في الفلس هير نتيجة نتيجة الاندروجينياتي تحول الى فيلس هير ستبقى اندروجينياتيك الوجيشي هل اندروجينياتيك الوجيشي دي خاصة بالميل بس لا ممكن الفلس هير نفس الكلام يبقى إذن الأندروجيناتك ألوبيشيا ميل وفي ميل إنما الهرشيتزم في ميل فقط الأندروجيناتك ألوبيشيا تيرمنال هير تحول إلى فيلس في الهرشيتزم الفلس هير تحول إلى تيرمنال والثانيين نتيجة الفيت بتاع الأندروجي وده ليه تفسير هنعرفه بعد كده العمل أرس في الدمين حد الوقت دمين في عنواع الهير نيجي للانوبوهير ده الانوبوهير طبيعي إن هو موجود فيهن وطبيعي إن هو موجود يكون موجود في بداية أول منطف من حياة الطفل السهير طيب إفرد كمّل معاني والشعر اللانوبوهير ده كان كتير شوية لطفل صغير هنسميه أكيد هنسميه هايبر تريكوزيس يعني الشعر زاد لانوبينوزا صح هايبر تريكوزيس لانوبينوزا معناه إن طفل أو سوري إن الشعر اللانوبوهير ده كتر صح؟ كتر لو كتر في طفل صغير هسميه كونجينيس إنما لو كبر أو كتر في راجل كبير هتوقع أكتر أن لقدر الله الواد ده الرابل ده ممكن يكون عنده ماليجننسي والماليجننسي ده عمل إنشيشن للي نوجه به أنا بقولكو بس عشانه بفاهمين البيزيك واحنا بنتكلم عشان ما جاد أدخل على الهير وأقولوكو ده فيه حاجة اسمها هايبر تريكوزيس لانوبينوزا تبونتوا فاهمين صح؟ حلو كده؟ اللهم استعين اللهم استعين حسنا نكمل ده حتى الآن ما دخلتش أنواع الهير والهير دي كلها أنواع هير طيو ما اللي استيجز لان كنت بتبطلوها الاناجن والكاتاجن والدلوجين والشكلة دي ما هي الديفولوبمنتال جينجز في من؟ في الشعراية اللي هي مين؟ يا تيرمنل يعني ده هذه الاناجن هو التيرمنل هير الكاتاجن ده تيرمنل هير التلوجن ده تيرمنال هير قالوا الكلام كلام زي العصر الصورة دي انا جبتها ليه الصورة دي بتبين بتاعت الهير والاستراكشر بتاعت الهير بس قبل ما ابدأ بالاستراكشر عايز اسألك سؤال ليه شعرنا ليه شعرنا ثابت بوا دماغنا ليه انا لما باجي اشد شعر كده اجي الشعر ما بيطلعش معاي بسهولة حد يعرف ليه اقول انا ليه صلوا عليك قالك والله يا اصل الشعراية دي بتتكون من شوية السيلندركلس كده جنب بعض او حلقات حلقات بره بعض بره بعض بره بعض بره بعض بره بعض ببساطة خالص علشان الاستراكشر التقيلة دي مش عليكم أنا عندي حاجة اسمها الكورتيكس حاجة من جوه وعندي حاجة اسمها المضالة وعندي حاجة اسمها الكيوتيكيل اسمها ايه كيوتيكيل يعني انا لو بسكت الشعراء بصوا على الشعراء انا انا عندي حاجة اسمها الكورتيكس والمضالة والكيوتيكيل ادي الكورتيكس اهو خلاص ودي المضالة ودي الكيوتيكيل بالترتيب من بره لجوه كيوتيكيل من بره كيوتيكيل من بره وبعدين الكورتيكس وبعدين في النص القالب ده اللي اسمه مضالة تمام؟ علشان ما نطلق بطش تركيب الشعراية كيوتيكيل من بره كورتيكس ومضالة صعبة كده؟ ها مش صعبة فاكرين لما كنت بقول لكم ان فيه لور بورشن واللور بورشن ده بيتكون هو ده اللي بيكون للكونيكتب تيشو بتاع الهيرفل كده قلت لكم ان الكنيكتب تيشو بتاع الهيرفل كده بتتكون من الروتشيز ومين تاني؟ ويه الدرما البابلي صح؟ طيب قال لك ايه بقى؟ دعالوا بقى ما نشوفوا بصوا على الحتة الصغنانة دي انا عندي كيوتيكيل بتاع شعراية انا عندي الكيوتيكيل بتاع مين؟ الشعراية مغموس في اخر حتة في الهيرفوليكي كويس؟ كويس الكيوتيكيل بي بالمناسبة ده اشرة خينة اشرة كده من كوانة من كرة المعين بس بتبقى ثك شواني قالوا الكلام؟ طيب انا دلوقتي انا عايز ااخد كت سيكشن في الحتة دي بس انا عايز تساقق ديكو خصورة الله خواه بصوا يا سيد اللي في النص الحمرة دي اللي في النص الحمرة دي دي المضالة بتاع الهير دي المضالة بتاع الهيرفوليكي و الى رونه بنبا على الجنبين ده ده الكورتيكس و اللي لهنه مفاتح ده ده الكيوتيكيل ده كله التعمين بتاع الشعراية وليس بتاع الهيرفوليكي الكيوتيكيل بتاع الشعراية بيبقى راد يعني هي راد مشارشر مشارشر من draw بحتي كده صغير علشان يقابل بعد كده كيوتيكل بتاعت مين بتاعت الهيرفوليكي بمعنى ايه يبقى انا عندي كام كيوتيكل اتنين كيوتيكل كيوتيكل بتاع الشعرايا او الغلاف اللي مغلف للشعرايا وعندي كيوتيكل في الانر بارد بتاعت الروتشيز وصلت الحتة دي الكيوتيكل بتاع الشعرايا عمل زي الترس كده والكيوتيكل بتاع الروتشيز عمل زي الترس بردو بحيث ان الاتنين يعشقوا في بعض بحيث ان انا لما اجي اشد الشعرايا كده شعرا ما تطلعش مع عشقين مع بعض يبقى عندي حاجة اسمها الهير كيوتيكل وعندي حاجة اسمها الروتشيز كيوتيكل صعبة كده طيب بصوا بحيث ان عندي بصي البوني دي البوني دي كلها شعرايا ماشي والبامبام سخسخ ده الهير فليكيلا انا بتكلم في الرسمة دي خراص طيب خدت هنا كات سيكشن بس انا عايز اخد كات سيكشن تحتهم كات سيكشن تحت شوية يقول لك ايه انت عندك الهير ايه صح الى من برا ده اللي انا مشاور عليه ده ده الكيوتيكل بتاع、、كن مين؟ الذهير واللي جنبoooffs ده الكيوتيكل بتاعتهير فوليكي ولو الاتنين بيبقوا ركدي يعني لو دقاقت قوي او معك رسمة بولانيا دقاق قوي انت كانة مشرشرة كده بحيث ان الكيوتيكل البداية الهير يلزق في الكيوتيكل بتاعة الروتشيس. حلق حلق. طيب عموما الكيوتيكل بتاع الشعراية اللي بيمسك في الكيوتيكل بتاعة الروتشيس ده. عرفت معلومة ان الروتشيس فيها كيوتيكل صح فيها كيوتيكل كويس كده حلق. طيب ايه تاني برضو انا عايزك تفاهموني. انا عايزك بقى تقولي هدلي الكمبارتمنت بتاعة الهير فوليك البلد. لا دي. فاكرين لما كنت بقولوك انا عندي حاجة اسمه الروتشيس هون ده الروتشيس. والله الروتشيس ده مكون من طبقتين. طبقة خارجية فبيسموها ايه اوتر روتشيس. وطبقة داخلية فبيسموها انر روتشيس. ناشي الاوتر روتشيس دي الاوتر روتشيس. ده عبارة عن كورنفايت سيلس. ما فعلش اكتر من كده. انما الانر روتشيس بقى الانر روتشيس اللي انا عمل اشوفها دي. الانر روتشيس دي. قالك بتكون من تلت طبقات. اول طبقة اللي انا بشاور عليها اللي هي الكيوتيكل انا بتكلم بقى من جوه البرا. اول طبقة اللي هي مين؟ كيوتيكل. الكيوتيكل بتاعة الانر روتشيس اللي كانت بسمسك مين؟ في الكيوتيكل بتاعة الشعراية. تاني طبقة حاجة اسمها الهينلس لير. اصلي سوري الهكسلس الاول. هكسلس لير. هكسلس لير. بتعرفوها يا سامي بس. حاجة اسمها الهكسلس لير. والطبقة الاخيرة بسموها الهينلس لير. هينلس لير. يبقى انا كده بالروحة. عايز اجيب طبقات الحتة دي. دي. اقولوك انا طبقاتها. دي. طبقاتها بقى من برا لجو. هاقابلكم ой. هاقابلكمي ان انا عندي حاجة اسمها الى اوتر. وبعد اوتر. هناك حاجة اسمها الانر. والانر. يتكون من ثلاثة يير. حاجة اسمها الهينلس من برا. وبعدين الهكسلس. وبعدين الكيوتيكل وبعد كده هاقابل مين الكيوتيكل بتاعة الشعراية اللي ستعشق فيها تحوشها الشعراية. عودي. وبعد كده بعد الشعرايا هلأي مضادين المضادين الشعرايا ببقي حتnamentي وانا خط LF نجد هذه الشعرايا gefانت منه الحهم يت sagen في وقت الانجين فقط في وقت الانجين فقط تاني في وقت الانجين فقط وعلشان كده علشان كده انا لما باجي اشد الشعرية ما تطلعش معايا معناها ايه معناها اننا لو عايز اشوف الانجين هير لازم اعمل فورسيبس تراكشن لازم اعمل تراكشن جامد فورسيبس تراكشن وعلشان كده بجيب فورسيبس فورسيبس واشد به الشعر ايبا امتى هجيب فورسيبس واشد به الشعر لو عايز تو اتزامن الانجين هير انما تتلوش هير جاست ان انا عامل تراكشن بهير كده اشده من بره اللي هيطلع معايا بكل سهورة ويزاود اني بين اللي هو مين التلوشن هير ليه لان التلوشن هير الروت بتاع الشعرية نفسه بيحصل له فول كراتنايزيش بيكاشكش كده مع بعضه وعلشان كده الكيوتيكي البداع الشعرية بتفك من الكيوتيكي البداع الهير فوليكي عارفين ده معناه ايه ده معناه ايه معناه اننا لو شديت شعرية وطلعت اناجين مش هتسيم الانرودشيس لواحده كده تحتاخده معاه وتطلع متخيلين وعلشان كده في الانجين هي اللي ماجهة في حصو هلقى حتة من الروتشيس طلع معاها انما لو ملقيتش حتة من الروتشيس يبقى انا كده دلوقتي دخلت التيلوجين او كاتجين على حسب ها صعبة حتة دي يبقى ما هي كلمة تلاب تلاب هي ده تلاب غير ده ده فولي كيراتانايزيد بروكسيمال تيب بتاعت الارجاد تاني ده فولي كيراتانايزيد خلاص بعد كومبليت كيراتانايزيشن الكيوتيكي اللي بدأت تفك ودي بتحصل في مرحلة الكاتجين او التيلوجين حلو كده يبقى الكلاب هير هشوف مين هشوف التيلوجين الكاتجين ده 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 مرحلة النظرين كده ما تشعبه ايش صعبة كده طيب تاني اللي انا اقولكو انا عندي حاجة اسمها الهير فوليكل بتتكون من انفانديبولا اسمس اند اللي هو ربورش الانر بتالي بسوري انا اغلطت انا اغلطت في حتة انا اقولت لكم ان اورسيجمينت هي اللي بارياول لا ده ده الارسيجمنت دي هي الكل ستنس والذي داخت هي اللي بارياول معلش سوري معلش سوري في الهاجي معلش بدوا ياخذ مينة جلة ما لا ياسي اللي هو ربورشان هي اللي بارياول خلاص هي اللي تيحصل فيها المورفولوجيكال تشينجج المشي طيب معلش ناقيسي وصلنا لحد في نهاية اعرفت امتنع من الاناتوميشييييي지는 بيفي عندي انواع من الهير صح وعرفت إن الهير ده مسكه في الهيرفوليكل من نحية الكيوتيكل عرفت إن الاناجين بس هو اللي مايسك هل في انواع من الهيرفوليكلبأ ه Nun da don by john بجلد والله والله العظيم أنا عندي هير فوليكل فيها سيبيشياس جلاند وهير فوليكل فيها سيبيشياس جلاند معها إيه بوكراين جلاند تاني لو لقيت هير فوليكل فيها سيبيشياس جلاند وفيها إيه بوكراين جلاند وفيها الترمينال هير الحتة دي بيسموها البايلو سيبيشيس أباريتس بايلو سيبيشيس أباريتس إنما لو لقيت هير فوليكل وفيها سيبيشيس جلاند وفيها فيلاس هير هذا بيسموها سيبيشيس هير فوليكل وهي دي اللي يحصل فيها الأكنبة الجارس ودي اللي أكثر فيها الأكني فالدياليس طيب إذا أنا عرفت إن أنا عندي أنواع من الهير وعندي أنواع من الهير فوليكل طيب هذه أنواع الهير فوليكل وهي سيبيشيس فوليكل هي السيبيشيس فوليكل زي ما أنا قلت لكم إن فيها سيبيشيس جلاند وفيها فيلاس هير وهمما كده وهي دي المعرضة إن هي يجيلها أكني بالجارس ليه؟ لأن الطاقت بتاعتها بسهولة ممكن تتقفل ليه؟ لأن الفيلوس هير ثن ونان بروينج يعني بيطلع عدد إيه؟ يعني دي بيطلع عدد 2 سانطر بيوعة إنما الترمنال هير فوليكل صعب قوي إن هي تتقفل بسهولة صعب قوي إن هي تتقفل ليه؟ لأن أنا عندي شعراية عاملة زي الخزوق اللي طالع وكنتنواس بروينج حلو طائب إنما يبقى تاني يبقى أن أعدي شيء اسمها الفيلوس فوليكل دي ما فيهاش حاجة خالص هي فيلوس هير بس أو سيبيشيس فوليكل فيها فيلاس هير وفيها سيبيشيس جلاند والترمنال هير بيبقى فيها سيبيشيس وممكن يبقى فيها إيه؟ بوكرين وفيها ترمنال هير وبيسموها ها بايلو سيبيشيس أباريت شايفين الفيلوس فوليكل؟ أفضل صهائلة دي الأناتومي تاني بالراجعة عليه أنا عندي الشيء اسمها الـ and��으로 team iy SY Him origins and bulbul والبال بييكون من البالبر والسوبرا بالبر وعندي حاجة اسمها الإيركتورpile muscles وعندي حاجة اسمها الـ Sebastian gland ومن أول فاتحة لحد اساسبتورا?! من ابنتين اول فاتحة لحد السيبيشيس الجلاند! ومن السيبيشيس جلاند للبالش اللي ماسك فيه الأريكتور باليمسل بيسموها الإسمس نادز soaked로م Senate الدولا وøسموس والبالب والبالب يتكون من البالبر وسبرا ولبالب وعندي حاجة اسمها الاركتورباية مصلس وعندي حاجة اسمها سبيشاس جيلان ومن اول الفتحة لحد السبيشاس جيلان بسموها الانفان دولا وبين السبيشاس جيلان البلش الذي ماسك فيه الركلبض بسمها اسموس ومن اول لحد الاركتورباية ضيط الباب للمصلamiento يسموها اللي هو البورشن اللي بتقسم حاكيها بلبر وسوبرا بلبر حاجري بسرعة بقى بقى دي كات سيكشن في الهير فوليك اللي اهو ادي دي ده بتتكوى من كورتيكس ومضلة مش مشكلة الحاجات دي ادي شايفين بقى الكيوتيكي اللي انا قلت لكم هو معرج ده كيوتيكل اهو من بره وادي الكورتيكس من جوه وادي المضلة من جوه وادي الكورتيكس وادي المضلة شايفين كيوتيك المعرج ازاي اهو السؤال اللي بعد كده ليه انا بودي يوسف ابني عند الحلاق كل شهر علشان يحلق شعر وليه ما بخليش الحلاق يحلق له شعر حواده او شعر المشهر حد يارك ليه قالك والله اصلا عندي الانواع الهير فيلس وترمنال المفروض يعني ان انا ما عنديش لانواع والترمنال ده اللي بتحصل فيه او مراحل النمو بتاعته يا اما اناجين يا اما كاتاجين يا اما تيروجين طبعا احنا مش عايزين الاناجين ده الاناجين ده المفروض انه هو بيمثل من خمسة وتمانين لخمسة وتسعين في المية من عدد الشعر اللي موجود في شعري تمام والاناجين ده هو الاكتف جروث هو الاكتف جروث اللي بيحصل صمام يعني هو ده المرحلة اللي هي مرحلة النمو ودي العمر الافتراضي بتاعه يتراوح من ثلاث سنين الى سبع سنين فين السكالب يعني بيتراوح في مرحلة او الاناجين ده في السكالب بنعده بالسنين صح؟ بالسنين انما في حتة مثلا زي البيرد مثلا او على سبيل مثال الاي براو الحواجب بيتبع بالمصز او بالويكس كمان الاي لاشيز نفس الكلام فعلشان كده حواجبنا ما بتطولش او لانها بتيجى عند مرحلة المفروض وبتموت لانها هتتحول الى كاتاجين ثم الى تلوجين صح؟ كل ما كان طول الشعراية اطول كل ما بقول ان عمر الاناجين بتاعها اكتف طب المعلومة جيت فتني بحاجة تيجي تقولك يا دكتور انا كان شعر بنتي طول كده هو ودلوقتي بقى طول كده هو لا يا مرحلة اوديكم بس المثالين اللي تيجي تقولك يا دكتور ده انا كان طول شعر قد كده هو كده هو ودلوقتي بقى قد كده هو طبعا هي بتحسبها بسيجمنت يعني بسيجمنت بمعنى ايه؟ يعني لو أورد لكم الشعراية دي مثلا شايفة بدي دي شعراية عامل ازاي؟ ده خلاص يعني معدل مترين ده معنى ايه؟ معنى ان الاناجين عندها طويل جدا لان الشعراية كل يوم لازم تطول الشعراية كل يوم لازم تطول انما مثلا البنت صغيرة دي لو شفتوها دلوقتي شعراها شايفين جاي لحد بين؟ جاي لحد تحت ضهرها كمان كويس؟ دي لما تطول دي وليا يقول ان شعراها ده مثلا مثلا عشرين سنتين وكان ضهرها دلوقتي عشرين سنتين؟ طب دي لما تكبر الابر سيجمينت بتاعتها طولت وبالتالي شعراها اللي كان عشرين سنتين اللي كان بغط ضهرها هتيجي لما تكبر هتلاقي لحد كتفاها او تحت كتفاها بشوية وصلت فعل عشان كده يا ماما والله هو اصل هو طول الاناجين ده ده جينيتي كالي ديترمايند ده جين حال وبيختلف من بني ادم للتاني وبيختلف من ريس للتاني يعني تلاقي الهنود وفي بعض كده البلدان شعرهم طويل جدا 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 وتلاقي بعض البلدان شعرهم مصير او بعض الناس شعرهم مصير طب لما تجيلي واحدة تقول لي يا دكتور انا عايزة اطول شعري اعمل لها ايه التم ولا اعمل ايه يعني لا هطول لها شعرهم بس هلعب في ايه انا قلت ان الاناجين الديوريشن بتاعها ثابت مدة عمر الاناجين ثابت وما لا هطول لها شعرها ازاي هزود الريت بتاع الجروس هزود الريت بتاع الجروس بدل ما كانت بتطول او بوينت وان في اليوم هخالها تطول او بوينت وان في اليوم فهمتوا الحتة دي انما الاناجين كعمر ثابت وصلت وصلت حلو الكلام طيب انا عندي كام سايكل انا عندي حاجات كتير انا عندي حاجة اسمها الاناجين بس انا ما وريده الصورة اتا اوضع شوية انا عندي من اول خلاص بيبدأ الاناجين اهو اعمال يطول 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 طبعا انتو عليكم اناجين بس انما الاناجين ده ليه ستيجز ليه ستيجز كتير عادي الاناجين طبعا الاناجين ده كتير كتير صح ما انا اشدعو بيه انت تعرف بس ان الاناجين ده اللي بيمثل حوالي خمسة وتسعين في المائة من كمية السكال او من كمية الهير الموجودة وده ليه ستيجز صح طيب عندي المرحلة اللي بعد كده اللي بنسميها الكاتاجين هي مترتبة في كلمة اكت اناجين الكاتاجين وفي الاخر الكاتاجين دي احنا بنسميها مرحلة انتقالية ومتعدش اسابيع وتنتقل دايرك الى الكاتاجين ده بيقعد عشان كده يقول لك ايه يعني لو عايزين تسبتيها لو قلنا دي تلات سنين او تلاتة ايير والكاتاجين ستقعد تلاتة ويكس والتي الجن هتععد تلاتة مونتس يبا يو اي دابليو ام متجمعين في كلمة يوم واي دابليو ام مش مهمة يعني مش محب انا الحلقة عمتيش دا انا تمام ايه بقى الاكسوجين دي بقى الاكسوجين دي المرحلة اللي الشعرة فيها هتطلع بره دي المرحلة اللي الشعرة فيها خلاص هتقع هتقع خلاص الاكسوجين ده الشعراية وقت وفيه جنبها شعراية بتبقى موجودة في ستيج فوق يعني يعني الشعراية هتقع هاي خلاص شعراية هتموت هتندفن وفيه اختها موجودة بس اختها دي لسه في عدادي فهمتوا مش لسه هتتولد لا ده اختها التانية دي في عدادي طب افرض ان الشعراية وقعت في الاكسوجين ده وما كانش فيه انا جن معاها يحصل بقى لالوشي ارياته فهمتوا بتحصل بقى لالوشي ارياته كويس كويس يبا انا عندي الاساسيات اللي عليكم انا اسمها اناجين وفيه ستيج تالتة خمسة كمان احنا نفضها في الالوشي ارياته بس مش عايزين نلغبط دهن انا عندي حاجة اسمها الاناجين والكاتاجين والتلوجين الاناجين دي الاكتب بروث الكاتاجين ده التي نسموها او الريستنج واسوري الكاتاجين ده اللي هو الانجين والتيلوجين اللي هي الريستنج اللي هي خلاص الشعرة هتقع فيها والإكسوجين دي اللي شعرايه وقعت خلاص وقعت نورمالية من غير ما شداء قويس طائب ويبنى عندي آنجين اهو تلات سنين كاتجين اللي هو الترانسيشنال فيز وترانزين زي ما قلت والتيليجين اللي هتقع فيها الشعرايه اللي هو من خمسة لخمسة شفو المئة طائب ايه المعلومة اللي لازم تعرفوها بالحتة دي انا عندي شعر راسي ده عبارة عن قبائل تفهموها جدي احياء مدن محافظات اللي انتوا عايزين فيه كم قبيلة في شعريه مئة قبيلة يا لهوي يعني ايه يعني انا ما عنديش دورة شعر واحدة ده انا عندي مئة دورة شعر وانا شعر الراسي فيه كم شعره شعر الراس فيه حوالي تقريبا تقريبا مئة الف شعرايه فيه كام هير فوليكل سايكل او كام هير سايكل موجودة في شعر راسي وراسك 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 ام تلاقي لها لله تقريبا من خمسين لمئة سايكل تاني تاني انا عندي حوالي مئة الف شعرايه في شعر الشعر ده متقسم قبائل حبه هنا حبه في الوقسجة فيجون حبه في الفرنطل حبه قدام حبه ورا مش عارف ايه تقريبا من خمسين لمئة سايكل شغالة بحيث انه ممكن كل يوم من خمسين لمئة شعره في اليوم تموت يقابلها خمسين لمئة شعره موجودين قريدي موجودين في انا جنفور ليس شغالي بمعنى ايه انه تجيلك باقي ست او الفميل الحانة يا دكتور الحانة يا دكتور ده انا شعري بص ده انا بنات الكاد وان هندرد بيرسنت الفميل يشتكوا من تسقط الشعر ايفين دكاتر يعني ايفين انتو نفسكوا هتقول انك انا بك شعر يسقط مش عارف لي الشعر الطبيعي لازم يسقط تخيلوا بقى يسقط كم شعره في اليوم من خمسين لمئة شعره هل كل يوم كل يوم لازم يسقط من خمسين لمئة شعره لا مش شعره بس هتيجي في وقت في مدة معينة كده تلاقي شعرك بدأ يسقط كتير ده طبيعي ان هو يسقط امتا اقل امتا اقل امتا اقل لو الاسكالب بانت لو شعر الاسكالب بانت والله 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 النهاردة نهاردة عندي في العادة في ميل جتي اقسم بالله ما شفت بجمال شعره انا نهاردة ان كنت بحقنها انا بصراحة انا كنت مستخسر ان كنت اعرف المنافق انا حاس ان انا مصاد بس كانت بتشتكي من حاجة اسمها تراي كوريا تعرف تراي كوريا يعني ايه يعني زي ضائرية كده يعني تراي كوريا يعني الشعر عمالي سقط بهابل تمام وشعره كويت شعره جميل جيب ده انا شفتوا بقى اقول لها انت شعرك كده بايز قالتلي اذا انا شعرك انا احنا من كده مش عاربا الكلام ده يبقى صح والله غلط مش عاربا عموما طبيعي طبعا على فكرة من ضمن الحاجات اللي عايزة اقولها لكم اعلمها لكم اوعي 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 تهملي كنبلينت عيانا واقل هيجاتلك ليه حضرتك هيجاتلك علشان هيحسة ان في حاجة غلط الري ارشورنس مع الفمير في حكاية الشعر دي ما بتنفعش ما بتنفعش بلد شعر كويس ولازم ما تخفيش دل طبيعي نواي سقط من مئة نمية وخمسين شعره في اليوم هتقول ان الدكتورة خيبة وتروح بدل الدكتور تاني الري ارشورنس بتاعها انك فعلا تأكد لها ان الدنيا كويسة بس محتاجين شوية حاجات والقلق والمشعر فيه والحاجات دي هو السبب في تصف الشعر هتبلك على شوية حاجات تقللك تصف الشعر شفاية فاهمين اوعي تقول له لا ان شعر كويس وما تكتبه لها اي حاجة ان شاء الله رب اي زيت ان شاء الله رب زيت جتون ان شاء الله رب اي اي اسبرينا لازم تكتبولها في ميل في ميل هابلة اصلا طيب ما علم انا عندي انجن كاتاجن تيلوجين مين اللي بسقط الشعر بسقط في مرحلة التيلوجين صح؟ بيقعد حوالي من خمسة لخمستاشر ما معنى كلمة خمسة لخمستاشر في المينة دي وتفيدني او لا لا اه هتفيدني انا بعد كده انا حاجة اسمها تريبو جرام ايه تريبو جريب ده ان انا هاجيب الشعر وجاي شده بفورسيبس انا بتكلم عن iht قسمها يشد بفورسيبس علشان اكون للانجن والشعر اللي هيتطلع ده هحطوا تحت المكروسكوب واشوف نسبة الانجن موجودة كام في المية ونسبة الكاتاجن موجودة كام في المية ونسبة التيلوجين موجودة كام في المية الكاتاجين علشان نسبته واحد في المية فما بنهمله هشوف لو كان التيلوجين لو كان التيلوجين اكتر من خمستاشر اكتر من عشر في المية يبقى الست دي فعلا عندها تيلوجين فلوفيام انما لو كان التيلوجين طبيعي اقولها يا الله يا مورو اجري العباية ماشي طيب اهمنا البرسنتج مهمة مهمة ادي الانجين وبعدين الكاتاجين بتبدأ مرحلة المنتشرائزيشن وبعدين التيلوجين بتبدأ المرحلة ان هي خلاص انتو لو تلاحظوا ان الانجين شوفوا البلج بتاعه عامل اصيح انما التيلوجين البلج بتاعه عامل اصيح هنشوفه دلوقتي ادي الانجين اير لشان اشوف الانجين اير لازم تجوزه تحت المكوسومي شوفوا بقى ايجين اير signific sharing long root covered with and intact inner and outer root cheese و against all bemmented و مين اللي فاهم بقى والى وقالك ايوه كدة صح شوفوا بقى ان ال 66 صلعت ازاي؟ طاب Gargoyol الروتشيز طلعت لان الكيوتيك البداعة الاينا جينهير معشقة في مين؟ في الكيوتيك البداعة الروتشيز فهمها لازم اشدها جامل لازم اشدها جامل انما في التيلو جينهير بقى بلاقيه كلب شيد روت عامنا شوف كلبها كلب شيب فول الكريتنايس دا ولايك وفروتشيز ليه لان الكيوتيك البداعة الروتشيز فهمتوا؟ طبعا المعلومة دي قلتها ان هو حوالي 85% من كلنا انجين وحوالي 15% هو اللي ببقى تيلجين شوفوا لك ايه هو مش موضح ديه تمام بس احنا فاهمين الحمد لله ليه لازم نشد بفورسيبس صح؟ ليه لان من الكيوتيك البداع الهير معشق في الكيوتيك البداع الهير فوليكي طيب انا دلوقتي هنعايز اخد البيزيك بتاع الشرايا صح؟ هوتو اتزامن الشرايا ازاي اجوف الشرايا وازاي افحص الشعر وازاي اتعامل مع الناس دي اولا لما بتيجي تاخد او تعمل الشرايا اولا لازم تعمل تاخد جيستر الاول وبعد كده بتعمل اجزامنيشن وبعد كده بتعمل احنا هنبتليب الحب دولت في الاول كده هرجع حتة بس في البيزيك علشان اصبص انا قلت ان الروتشيز ده ده اللي فيه اللي هتعمل لي بعد كده شعر اصلا فاكرين لما كنا بنتكلم عن الميلانوسايتس الموجودة في الابيدرمس قلت لك في حاجة اسمها الابيدرمال ميلاني يونيت افكركم بيها قلت ان الابيدرمال ميلاني يونيت ده عبارة عن كل ميلانوسايتس لجد بين من ستة لعشرة بيزل كيرادينوسايتس يعني هي موجودة كل من ستة لعشرة بيزل كيرادينوسايتس حلقة ميلانوسايتس وكل ميلانوسايتس كانت بتغذيلي حوالي ستة وتلاتين كيرادينوسايتس صح؟ والحطة دي كلها قلنا ان هي عبارة عن ها؟ قلت ان الميلانوسايتس دي موجودة كمان في الهير فوليكل وموجودة في الهير فوليكل علشان تدي السبغة او اللون للشعراء طب ايه الفرق بين البيجمينتري يونت بتاعت الهير فوليكل والبيجمينتري يونت بتاعت الهير فوليكل قالك والله ان الميلانوسايتس الموجودة في الهير فوليكل عددها اكتر شوية يعني ايه؟ عشان ما تيجوا تقولوها بس حت تتخضوا. يعني انا مسلا لو قلت لكم ان بين كوين كل واحدة وصدها ستة لعشرة بيزل كيراتينوسايتس صح؟ انما لما ايجا اقول لك ان كل ميلانوسايتس وصدها واحدة كيراتينوسايتس يبار رشيو اخبارها هي رشيو عال ولكن العدد اكتر صح؟ مش كل ما ينخفض المقام كل ما يكون العدد اكتر؟ يعني النص اكتر من الربع وواحد على واحد اكتر من النص وهكذا ماشي؟ طيب فاكرين لما كنت بقولوكم ان الالترا بايلوت هي اللي كانت بتعمل استيميوليشن الميلانوجينيسيس صح؟ قالك ان الالترا بايلوت ملهاش اي علاقة بالميلانوجينيسيس بتاعة الميلانوسايتس اللي كتوبها موجودة في الهيرفوليتس بمعنى ايه؟ يعني واحد شعره بيضمت يطلع يقف في الشمس يتشمس يغمق شوية؟ لا ما بيتأثرش خالص ماشي؟ بس يعني اودي لها الحاجات اللي انا كنت اعايز اقول لكم ان الالترا بايلوت دي ملهاش دعوة بالحاجات دي وخلاص مش عايز اقتر من جزء طب ليه الشعر بتشيب؟ هل عدد الميلانوسايتس يعني الشعر نفسها انا شعري اسويت صح؟ وفي هنا شعرهم اصفر قال لك نفس الكلام لان الميلانوسايت دي في ايو ميلانين وفي او ميلانين ولو الفي او ميلانين اقتر شوية الشعر تبقى بنية او حمرة لو الايو ميلانين هو اللي زيادة شوية الشعر هيبقى اسويت طبعا الخيام ده وانها في البغمينتيشن كتين الشعراية تبيض او تبيض تبيض قوي لا تبقى عبارة عن جري شوية كده وده نتيجة الايجينج بداع الميلانوسايت يعني الميلانوسايت نفسها بتشيخ بتعجز طب ليه حاجة اسمها البريماتيور بتجي طفل صغير واتلاقي شعره بدأ يطلع فيه البيران اولا لازم تو اكسكلود تو اكسكلود الفيتلوت ده واحد طب اعرف ازاي ان الشعراية دي بيتلوت بص على حتة الجلد اللي طالع منها لو كانت بيضة يبقى ده بتلو لو جانت نورمال اسكالب نورمال اسكالب والشعرية بيضة يبقى دي ان شاء الله ده الجريينج اللون نفسه اللي بتلو بيبقى فعلا همان كواية انما الجريينج او الشيبة دي بتبقى بتبقى جريش ويت والله الحاجات دي بتبقى جينيتك والبريماتيور ده وبهاجات وراسية وملاقاش اي حل عشان نخلص دي بنقوله ويصبغها وخلاص عليك. ماشي? اللهم مستعين. البيزيج اخر حتة في البيزيج تمام? فاكرين انا قلت من حوالي عشر داييرو بسيحة كده قلت ان فيش عراية الاندروجين يشتغل عليها صح? هيعمل لها يعني يعود يقلل في حجمها يقلل في حجمها يقلل في حجمها لحد ما تبقى الفياء خاصة. يعني هيحاولها من التيرمنال الهير الى فيلس هير. قلت ان فيه برضو اندروجين لو اشتغل على الشعراية ممكن يحاولها من فيلس هير الى تيرمنال هير صح؟ بالرغم ان هو اندروجين واحد يعني هو اندروجين واحد وهير فوليكل واحدة بس ما كانها مختلف صح؟ ليه؟ قال لك اصننت عندك موجودة في الهير فوليكل. انت عندك وعندك كمان متعدد. انا عايز المعلومة دي ونعديها بمعنى ايه؟ انت عندك واحد واثنين صح؟ وزي ما احنا عارفين ده بحول التستيستيرون الى دي اج تي. الوضع هيدرو تستيستيرون. وهو ده اكتف فورم بتاع التستيستيرون. وهو ده اللي بيشتغل على الهير فوليكل ريسيبتورز او اللي بيسموها الاندروجين ريسيبتورز. وبما ان فيه فايف الفا ريسيبتورز واحد واثنين. يبقى انا عندي اندروجين ريسيبتورز واحد. هيشتغل عليها الفايف الفا ريسيبتورز واحد. وفايف الفا ريسيبتورز اتنين هيشتغل عليها الريسيبتور او هيشتغل عليها على الريسيبتور رقم اتمي. ماشي؟ مكانهم فيه او الحاجات دي مش مشكلة دلوقتي. طيب. بس يعني مجازا كده. ولا اقول له بلاش مش مشكلة. خلينا بس فين ؟ هل شاعر وكل الشاعر اندروجين ديبندنت؟. يعني اندروجين ديبندنت كل الشعر في الجسم. يانا سؤال ليكو بقى هل كل شعر في جسم ده اندروجين ديبندنت؟ صح يا لا Adobe Air مش عندروجين absolutamente يعني كلمة أندروجين ديبندنت يعني يعتمد على الجرث بتاعه على الأندروجين لو كان الأندروجين ديبندنت ما كانش طفل صغير سواء مئة أو مئة أو مئة كانت لدي له شعر في رأسه ده بالعكس ده الأندروجين لو اشتغل عليها يبوز الشعر يبوز الشعر ما معنى لما تيجي تقولي دي حاجة ديبندنت على حاجة يعني تعتمد في الجرث بتاعها الجرث بتاعها على الأندروجين ايه الحاجات اللي بتبقى معتمدة على الأندروجين كل الشعر معدل سكال بمعنى البيوبك هير والأجزلاري هير سواء كان عند الميل أو عند الفيميل معتمدين على الأندروجين البيوبك هير والأجزلاري والشعر إيد والرجل والسد والحاجات دي معتمد برضو على الأندروجين بس عني أندروجين أنا عندي الفيميل بيطلع منها أندروجين صح؟ والميل بيطلع منه أندروجين الاثنين بيشتربوا في حاجة مشتركة ان هما الاثنين بيطلع منهم أندروجين من حاجة اسمها السوبرارينا الجلاند أو الأدرينا الجلاند الأدرينا الجلاند دي هي السبب في الشعر بتاع الأجزلاري والبيوبك هير علشان كده مثلا تلاقي في ميل ما فيهاش ولا شعر بجسمها بس موجود عندها الشعر بتاع البيوبك هير والأجزلاري لأنه معتمد على الأدرينا الجلاند معتمد على الأدرينا الجلاند إنما الموسطاش الشنب الدأ الحاجات دي معتمد على التستيكولار تستيستيرون أو على الأوفيريان تستيستيرون طيب يفرض الأدرينا تستيستيرون زاد يعملك رشيتزم؟ آه ممكن يعملك رشيتزم ماشي؟ آه ممكن يعملك رشيتزم بس التستيكولار الأدرينا التستيستيرون لو في النورمال بتاعه ما يعملهاش لو زاد يعملك رشيتزم ماشي؟ طيب ودي بدي بقى عليها كريتيريا كده ما عمضت طيب إيه هي بقى الأبنورمالة الزيبانة ممكن أشاهها في دهير طيب الأدرينا الجلاند الأدرينا الجلاند هي اللي يطلع أندروجين الأندروجين ده يطلع لك شعر البيوبك والأكسلالي سواء ميل أو فيني البيوبك والأكسلالي هي أدرينا الديبندنت صعب كده؟ أدرينا الديبندنت بيعتمد على أدرينا الجلاند بس الباقي الهرشيتزم مثلا ممكن يكون أوفاريان وممكن يكون أدرينا إنما الراجل ما عندوش هرشيتزي صح؟ يا الراجل بيعتمد على التستيكلا التستيكلا صعبة كده؟ مش صعب أنا دلوقتي عايز أعمل بأي حالة شعر صعبة؟ مش صعبة أولا هشوف ما معنى كلمة بتر بتر فاكرين لما كنت بقولكم إن الهير ممكن يتحول من فيلس هير إلى تيرمينال هير؟ صح؟ أو ممكن يتحول من تيرمينال هير إلى فيلس هير؟ حكاية إن هو يتحول من تيرمينال هير إلى فيلس هير ده بيسموه ثنينج الشعراية الشعراية رفعت صح؟ إنما لو الشعراية وقعت وقعت هي باسمها إيه؟ شيدينج يبقى أنا حشوف حشوف الأول هل في شيدينج مور ذان ثنينج ولا ثنينج مور ذان شيدينج يعني الشعراية بتقع أكتر ما بترفع ولا بترفع أكتر ما بتقع شيدينج مور ذان ثنينج دي في الألوبيشيا الياتة والتيلوجين أطلاق ثنينج مور ذان شيدينج لبديل أندروجينات الألوبيشيا لأن الستات بتقع الألوبيش هتعرفوا أن الشيدينج بتاعهم بيبقى نورمال وتيجي تقولك أنا شعرا كله وقع وتيجي تمسك الشعراية لأيها رفيع جدا لدرجة أن الاسكالب بانت حلو الكلام؟ لما ديجي تتسأليها طبعا هتقول لها يا مما انت شعرك بسقط أكتر ما بيرفع ولا بيرفع أكتر ما بسقط فهي مش فاهمة طبعا هتقولك لأ أنا شعري بسقط وذلك ما انتشاهدون في الصورة هتقولك هتجيب لك والله ده بيجيبها لي في كيس يجي يقولي الشعراية الكيس كده مليان شعر مجمعات مثلا في خمس ستة أسابيع ولا حاجة طيب ثاني حاجة بقى يا مما هو الشعر بينزل بطوله ولا بينزل مأصر لا والله يا دكتور ده الشعر بتنزل بطولها لدرجة اننا يشوفوا الجدر بتاع الشعراية صح؟ مش هما يقولوا كده الشعر بتنزل بطولها يبقوا لك الهير فولينج اوت فروم زرود يعني نازل مش متكسر مش متكسر طب لما ينزل الشعراية مش متكسرة دي اما تيريجين الفلافيا اندرجينيتيك الوبيشي اولوش يا رياتي انما الشعرية تكسر تتقصر وتقع مش من الروت يعني وقت من الشافت دي حاجة تانية بقى دي حاجة تانية خالص بقى او واحدة عملك تشد في شعرك ترايكو تلومانيا وعلشان كده في ترايكو تلومانيا بنلاقي الشعر موجود وز ديفرنت لينث يعني وز ديفرنت لينث بلاقي شعرات طويلة وشعرات بسيارة وشعرات أقصر وشعرات أطول في حدة واحدة يعني دي معناها هي قاعدت تقطع في شعرها وقعدت تنازل في شعرات يبقى باسأل بقى هل هي وقعت بطولها من جدرها ولا وقعت عن طريق من الشافت اللاعتي تمام؟ السؤال ده مهام طبعا لازم اسأل عن وما فيش في ميل على وجه البسيطة على وجه البسيطة لا تعاني من لا تعاني كل ما قلوهم أخبارها وفي حد يا دكتور وفي حد مش عايز بس أحيانا تبقى أولادة أحيانا تبقى عملية ماشي؟ مش كل واحد عنده اكتئاب ولا واحد عندها اكتئاب بقص على وجهة واشوف عندها حب شباب ولا لا طب هتفرق معي ان هي عندها حب شباب ولا لا يعني واحدة عندها تيجي تقولك يا دكتور قبل ما تشوف عليها أنا شعر بسقط وعندي مش عارف ايه وبتاق وانتي بتبص كده بقيتي عندها وشوية شعر بسيط كده في الشه هتوقع أكتر ان دي حاجة هرموني هتوقع أكتر ان دي حاجة اندروجين هتوقع أكتر ان دي اندروجينتك ابص على عينيه هشوف عندها هايبرت خيروديزم ولا لا الهايبرت خيروديزم او الهايبرت خيروديزم يعملك برضو تيجين الحاجات دي كلها 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 كهيستري يعني بتعاني من الغدة يا ماما عاملة ضايت ولا لا طب أخبار الأنيمي عندك ايه عملتي اي عمليات قبل كده ولا لا البيليوت بتاعتك منتظمة ولا لا ده كله هستري بتاخد أدوية ولا لا طب خدت أدوية بعد ما الدواء بعد ما شعرك بدأ يسقط ولا لا بتغسلي شعرك ازاي بتغسلي شعرك بشامبو ولا بتغسلي شعرك ازاي بتترحي بمشت خشب ولا مشت بلاستيك مشت واسع ولا مشت داية كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي احنا بناخدها في الهستري ايه كانت المشتري ايه كانت تتعرفوا ان المشت دا ممكن يعمل الكونتك درماطايتس في الاسكالي وتقلب بسيبوريك درماطايتس والعيان دا يجي شعره بسقط عشان انا مشت تعرفوا دي طيب يبدأ كله فين في الهستري تيكينج لما اجي اعمل لأي حالة شعر اول حاجة سيبوكم الخلام المكتوب انا بعمل اول حاجة يعني اخلاق الحاجات بتاعك لو سمحتي وريني شعرك الله شعر الجميل زال والله يا دكتور دا كان كده وقد كده كلام دا كله بنشوفه الله شعر الجميل بتاع لا يا دكتور دا شعر يوحش وتاعهم شعر دا اول حاجة باشوف الديستريبيوشن بتاع الهير هل هو فميناين هير ديستريبيوشن ولا ميل هير ديستريبيوشن بمعنى ايه الميل عنده حاجة اسمها فرانتال ريسيشن فرانتال ريسيشن دي عند الراجع الورا شوية صح؟ انما الفميناين ما عندهاش الحتة دي اشوف الديستريبيوشن بتاعت الهير بتاعيه هل عندها الفرانتال ريسيشن دي ولا لا هل الشعر منبت الشعر عمال ينحل ويرجع الورا ولا لا الكلام دا كلام مهم عندي ممكن تشخص على انها اوحالة فرانتال الفيبروزنج الوبيشن اللي هي نوع اصلا من نوع هل هل افحص السكالب واشوف فيها اي اي سيجوريك درموديتس اي دندراف اي لايكين بلانوبايلاريس اي حاجة اي فوليكولايتس افحص السكالب كويس جدا هاشوف لو كان فيها اي سكار السكار دي ممكن تعمل اسكي الوبيشين ليه؟ لان استكاتريش استخدام انا مش عارف علي. wie دي هتتحول للجراحة ونخلص للطاق هل ما بتكون الوبيشية ايforderاتة افرض دي لقيت لازم اشوف الاشوف بالماس الطبع دي اشوفها بترايكو سكوب احسن. هشوف الخرام او بتاعت الهيف ولكن. لو الخرام دي لسه موجودة يبقى الحمد لله ما فيش فيه لو ما فيش الخرام دي يبقى فيه وداسة حالو كده. يبقى انا الاول عملت من برة. بصيت على بتاعت الهير. دخلت تاني بقى في حالو? ابتدأ فحص الهير شاكت بقى. اول حاجة قبل ما مشد الشعرية نفسها. ابص على ورا ودنان. امسك الهير شاكت كده واتطمن على ورا ودنان. اشوف فيه بدكيلوسيس كابيتس ولا لأ. لان البيدكيلوسيس كابيتس تبقى اكثر موجودة فين ورا الشعر. وامسك الشعرية كده وافضل ماشي بيها بيها لحد الاخر لحد التب بتاعتها. واشوف التاب التب بتاعتها نورمل ولا بيفيد. بيفيد يعني ايه متفلقة كده. ماشي? طيب. بامسك الشعرية واشدها بالراحة. هل الشعرية بتطلع معي ولا بتكسر وتطلع? الشعرية وانا ماسكها. الكاليبر بتاعتها سمكها نورمل ولا ثن? طول الشعرية نفسها. هل ده الطول النورمل ولا البت دي ممكن فعلا يكون عندها حاجة غلط? اكتب بتاعتها. لازم اتطمن عليها. كويس؟ هل. طيب انا عملت ايه? فحصت فحصة كده من بره. وبعدين دخلت على الاسكالب اتطمنت عليه. كما سكت الشعرية اتطمنت ان انا ما فيش ايه اير شافت اف نورماليتس. ما فيش فرجيليتي. الكاليبر بتاعتها نورمل. الحاجات دي مهمة. ابص على الشعر تاني. اشوف هل فعلا شعرها خفيفة? ولا الدنيست بتاعت الشعر كويس? ان انا افتح الشعر من بعضه. وبص بعيني للفليك نفسها خفيفة هل وقت الجحيم يلا طلقة علي شعرها واحدة ام TP pea او اتطمنت لثي، لانه ما باجي اعقل الشعر او اشوف الشعر لا بحسبوهه بالشعراية اللي طلعة منol constit 셋 انا بحسبها باليونة نفسها. يعني كل دي اعتبرها يونة واحدة التي منطلعها لي شعرها ولا لاي شاعرين شعريين او spaces هل وقت للصفات و كل ما كان عدد الشعرات في كل يونة اكتر كل ما كان كانت بتاعة الشعر اكتر. صح? حلو الكلام? انا حتى الان انا لسه ما شديتش اهو. بعد كده اشد. هعمل حاجة اسمها البولتست. ان انا هشد الشعرايه شوية شعر بايدي. واشوف كم شعرايه هتطلع معايا. دي لسه انا اعرفها ببعدين. او اعمل حاجة اسمها او حاجة اسمها الفورسد بولتست. يعني امسك شعر كده بايدي جامد بفورسد. واشد الاناجين بالتيلوجيند وكله مع بعض. واحطه تحت المتروسكوب علشان اعمل. ما هي اللابراتوري تست. بالمرة بقى نعرف التستات علشان كده انا كده خلصت الهيستري والاجزامنيشن والانفستيجيشن. عايز? ويتبقى انا بقى شوية حاجات بسيطة كده. هرشتزم اسبابه. مش هقول بقى الانفستيجيشن والكلينيكا الاجزامنيشن بقى ما اتعملت. ماشي? طيب. ايه هي الحاجات اللي انا قلت عليها ان انا ها اعمل. ايه الانفستيجيشن ها اعمل. اعمل حاجات اسمها يعني. اخلاها تقصر شعرها قدامي. واشوف الشعر اللي هينزل في الحروض. اهبى لانا صح? مش اهبى. لان في الاندروجينيتك الوبيشيا ان انا عارف ان هو ثنينج راذر ذان شيدينج. انما في التليجن افلافيام ببقى شيدينج راذر ذان ثنينج. هخليها تغسل شعرها وكلنا لما بني نغسل شعرنا في الحوت كده ممكن ينزل شعر كتير وبننخض. ولا تتخضي ولا حاجة. ولا تتخضي ولا حاجة. ولا اي حاجة اتواص. ما تخفوهش. تمام? خد الشعر اللي نزل منك. هتلاقيك ده كله تليجن هير. ولما تيجي تشوفه تحت المكروف كوب هتلاقيه ترمنال هير مش بلوس هير. والشعرية خينة وما فياش هي مشاكل. كويس? طبعا حكاية الفوتو ترايكو الجرام ان انا كل شوية اعود اصورها وحاجات دي سيبك منك الحكاية بتاعت الويندو ان انا احلق شعرها. ده كلام فارغ احلق شعرها وكل يوم بقى ايه اشوف اللمس بتاع الشعر اللي اضلع. دي حاجة اسمها الويندو. دي حاجة اسمها البردو. ده اللي انا بقدر احدد به بتاعت الاندروجينيتيك الوبيشي. سواء كانت ريسا ميلد مودرت ما داخلتش بالسبير او السبير. كل ما كانت الفلقة دي اكبر كل ما بقول ان الاندروجينيتيك الوبيشيه اعنف. مش كده وبس. انا عندي فلقة من قدام وعندي كمان فلقة من ورا. كل ما كانت الفلقة اللي من قدام دي. واسعة عن الفلقة اللي ورا يبادي اندروجينيتيك الوبيشيه. شايفين الفلقة اللي ده ما عاملت ازاي. واسعة هي عن الفلقة اللي ورا يباديه ايه اندروجينيتيك الوبيشيه. طيب. المهم بقى دي اللي بيسموها هير بول تيست. اولا الهير بول تيست كلنا بلا استثناء ولا استثني احدا. كلنا بنعمله غلط. ليه? الشعراء المدام وهي رايحة عند الدكتور بتستحمى. لازم تبانيها نديفة. وتاخذ الشعراء بالشامبو. عشان يبا ريحة الشامبو. ريحة الشعراء بايز. رايحة شعراء. وتسرحه. وتمشطه. وتزبطه. وتروح عند الدكتور. غلط. ليه? لان الدكتور عايز يمسك شعرها ويشده. ويشوف الشعراء هل فعلا بيتشد ويطلع معاها ولا هي بتهزر. انما هي لما غسلته وسرحته وقعت كل اللي ممكن انا شده. قاجي امسك خمسين ستين شعراية كده وممسكهمش جامد يعني. وقوم جايشة ليدهم زي ما الراجل ده بيشد كده. او بالراحة كده. هعمل ايه? مش هلاقي شعراء طلب. ليه? ان الشعر كله ضاع. فعلشان كده يقول لك لازم لازم تفاهم العيانة في نيكست فيزيت لو سمحت يا فنم لو سمحت. على الاقل يومين. لا تغسلي في هم شعرك ولا تسرحي. لو سمحت. لو سمحت. تمام? طيب. طيب بفرض بقى خلاص هي جات لك بقى وخلاص الست مستحمية وجات لك يعني هتعمل ايه طيب? هتعمل الهيربولتست. بس الكلام ده مش كلام علمي. بس نحطه في دماغنا. ان انا هشدت. ولو طلعت معايا شعراية واحدة بس. تعرف ان الست دي فان عدها ترجل اكلاب. ليه? لان معناها ان هي الشدة اللي انت شدتها دي ده هي كانت منزلة حوالي خمس ست شعرات قبل ما هي دينا. من الحدة دي. فهمت? يعني انت محططها في دماغك يعني. يبقى تاني. اولا لازم يتخلها ما تغسلوش ولا تسرحوا على اقل تلت ايام قبل ما تجيلك. طيب افرد كت فعلا عملت كده وما كانتش مسرحات. وجيت شديد الشعر كده شوية خمسين ستين شعر كده في ايدك وروحت شديدهم كده وطلع مسلا حوالي خمس شعرات. ده نورمال. في كل مرة. ده في كل مرة شديد الشعر كده طلع معك خمسة في المية من او شوية شعر كده طرعوا في ايدك. اقل من خمس شعرات ده نورمال. ليه الستات بتقول انا شعر بنزل كتير اوي اوي اوي. اقول لكم ليه? اتعرفوا هي لو نزلت ميت شعره? ميت شعره. في طول الشعر كله. في طول الشعر كله. يعملك بقبئة كبيرة كده. صح? يعملك بقبئة كبيرة كده. دعينها شعر طويل وملفوف. فاهمين? فهم بينخضوا المهم. يبقى نورمالي ان هو ما يزدش عن خمس شعرات في الشدة الوحدة. انما لو طلع اقفر من خمسة لا. يبقى دي ممكن فعلا يكون فيه اكتف شدينج. والست دي ممكن تكون تلوجين افلافة. ما حرفين بقى التلوجين افلافة ما انا شمته كم مرة بحياتي? خمس ست مرات مسل. والله هو عظيم. ان انا جد امسك الشعر ان انا كنت خايف وانا بشده. انت متخيلين? ان انا كنت ممسك الشعر كاكل وكله بيطلع في يدي. والله كنت خايف اشده. بدرجة ان انا خدت الشعر وحطته في شعرها تاني. متخيلين? متخايف اشده. طب هل المسل دي دي طريقة دقيقة? لا والله ده هي طريقة رفلي كده. بقدر احدد بيها هل الست دي فعلا عندها التلوجين الفلافين والله. ما اللي بقى الطريقة بقى المهمة بقى. ان انا حاجين حاجة اسمها الفورسبل هير بول. حمسك الشعراء يجي غضبا عنها واشدها. زي ما انتم شايفين كده جاي بفورسبس. والفورسبس طبعا دي معمول حتة جلدتين كده عشان ما يجرحهاش. ويشد بالراحة. هيشد. تمام? وعلى الاقل برضو نقولها لو سمحت يا موم ما تتسرحيش شعرك. ولا تسرحيه قبل ما تلي. انا لما بشد كده. بشد مين معايا? ها? بشد الاناجين. صح? بشد الاناجين. حلوة. يبا انا كده شديد. اناجين. ومتيلوجين اكيد لان التلوجين كده كده هيطلع. صح? بعد كده هعمل ايه? احطهم احط الشعر اللي انا خده ده تحت الاناجين. واقعد شايفين اللي فيه الروتشيز دي? دي انا جين. اقعد اشوف عدد الشعرات كنسبة بقى الاناجين قد ايه? والتلوجين قد ايه? والكاتاجين قد ايه? يبا اذا انا هعمل تصور رسم بياني لكمية الاناجين. وكمية التلوجين صح? وكمية الكاتاجين. وعشان كده ساموها ترايكو جرام. ترايكو يعني شعراية و جرام يعني رسم بياني. كميس? طيب رفرد لقيت ان التلوجين هو اللي اكتر يبا دي تلوجين في لابيان. ماشي? طيب لو لديت الاناجين اكتر اتوقع اكتر ان ديها ليش شعرياتها. لا حضرتك اعمل كده في العادة ايه احنا نظر. انا لو قلت الواحدة تعالي ما اشتديلك شعر كده هتجري ورايك. لا طب. لا يمكن. لا يمكن اعمل كده. النورمال فايننج في ترايكو جرام. ان انا لقي الاناجين هيل من 85 إلى 95 وعرفنا بقى ان هو بتبقى عبارة عن الارش بيز والانرودشيز والاوطر ممكن على ايه. صح? وبقى انجيوليتد كده. التلوجين زي ما قلتنا هو بمثل من خمسة إلى 15 كمية وبقلاب هيل وسموز ومفروش انجل وكمان مفروش روتشيز. ممكن على ايه بقى ديستروفيك هير. ديستروفيك هير. ان الاند بتاعته بتبقى او الماتريكس بايزة. او ما فيش شيء خالص بقى. دي بسموها ديستروفيك هير وده ليه امراض معاينة بربها نحرف. عرفتوا ان ترايكو جرام بتعمل ازاي؟ ترايكو جرام. ايه دي الاناجين التلوجين الكاتاجين دي دي بلاستيك هير واد البروكت هير. بروكت شايفين القطعة بتاعته عامل ازاي? خلو خلو كده. حتى الانت اخلصها بقى. يبقى انا عملت ايه? خلو كده. عملت اجزامي نيشن للشعر. عملت التستات بتاعتي. اعود على المكتب بتاعي واكتب الحاجات اللي انا طالبها. اول حاجة بكتبها سيرم في الريتين. طب ليه يا دكتور ما تكتب الهيموكلوبين وخلاص لا يا حبيبي. الفيريتين ده ده المخازن بتاعة الحديد اللي في الهيموكلوبين. ممكن الهيموكلوبين يبقى نورمل بس السيرم في الريتين نوعس. سيرم في الريتين اقل من خمسين يعمل لك تيروجين في الابين. السيرم في الريتين اللي اللي ما عملوش. الرنج بتاعه واسع. بيبدأ من عشرة لحد مسلا مدين وسبعين مدين وثمانين. فديه لك العيانة تقول لك يا دكتور ده تبطل المعمل قال لي نورما اللي هيطبعها مسلا تلاتين. السيرم في الريتين عندها تلاتين. اقول لها لا يا موما اقل من خمسين شعر يكسط. حلو? يبقى الريتين ده هيقس للايرن ديفيشنسي. هلو الكلام? تاني? مش كده هو بس. هل السيرم في الريتين هعمله في الاندروجين في الفلاقين بس? ولا عامله في الاندروجينياتيكالوجيشي? هتعمله في الاندروجينياتيكالوجيشي هدو. لان السيرم في الريتين لو ناعس علاجةك مش هعمل حاجة. مش هيعمل حاجة. لانه بيعتمد برضو على السيرم في الريتين ان هو يكون نورمان. هنعرف لاتر يعني. طيب انا هعمل الاول لو سمحت لو كنت ماشي على ضايت يعني تخلي بكتور الضباطولي. اعيس السيرم في الريتين. اعمل سي بي سي. اشوف السيرويد. الاندروجين بقى سواء كانت فريتستستيرون توتل تستستيرون. الداهية اس. فاكريني الداهية اس دي. جبت سيرتها كده قبل كده. في الجلدية. اللي في حد فاكرها. اه جبت سيرته زي ما قلت لكم جبت سيرته في الجينو. ومش في الجينو ده في الاكسيوزيس. ومش في الاكسيوزيس بس ده في الاكسيوزيس. ساعة ما كنت بقول لكم الاكسيوزيس ده دفكت في مين. اكسيوزيس في الاستيرويد سالفاتيس. والاستيرويد سالفاتيس ده اللي كان بيحاول لدهية اس. الى دهية. والام بتبقى كارير. والنونو بيجيله الاكسيوزيس. والام علشان كارير الكلينيك البرزنتيشن هتظهر معها وقت الاسترس. وقت الليبر. علشان كده الاستيرويد سالفاتيس مش هيشتغل عندها. وبالتالي الدهية اس مش هتتحول الى دهية. وبالتالي الاستروجين عندها مش هيتكون. وبالتالي الكنتراكشن بتاعت اليوترس مش هتحصل. وبالتالي حيبق عندها برولينجة ليبر. نكام. عامل لها سي بي سيها عامل لها السيرويد. عامل لها الدهية اس. طيب. افرد. لقيتي الست دي كشكتك كده. والدنيا عندها متل اخبطة. وعندها جندس. وبتالي اعمل لها رينا لها السيرويد. ايه المشكلة قام. تمام? افرد بقى. احترنا. واحتار. ويا ما يعني. يا ما نفسي عاملها بس ما بعربش عاملها. انا نعمل سكالب بايوبسي. ليه? جالي عيان عنده لايكين بلانو بايلاريز. لايكين بلايو بايلاريز دي خلاص لسيكاتريش القلوبيشي. بس هو جايلي في الليدي ستيج وجايلي بالسيكاتريش القلوبيشي بس. طبيعان دي الحتة دي هيطلع فيها شعر ولا مش هيطلع. علشان تقطع الشك بالسكين خد سكين بايوبسي. لو لقيت الهيرفوليك الاسيان بتاعها موجود والهيرفوليك اللي لسه موجودة. بابا رجل ده الشعر فيها هيطلع. لو ما لقيتهاش ولقيتها فيابروز اعرافه ان الهيرفوليك اللي مش هتطلع. مشي? بس كده. نبدأ بقى في في الالوبيشي ولا نبدأ هيرشيتيزم. نبدأ بالاندروجينات الالوبيشي. ايه المشكلة? هي اعتبر اغلسهم واصعبهم وارخمهم. صح؟ كل حاجة بصراحة. صلوا بينا عندنا. علي يا افضل الصلاة واسكى السلام. اندروجيناتك الوبيشي. واختلف فيها الفقهاء بقى. هل هي اندروجينيك ولا اندروجيناتك? وهل نقول اندروجينيك الوبيشي للميل واندروجيناتك للفي ميل? يعني. عموما ان الاندروجيناتك الوبيشي ده ده مرض يصيب الميل والفي ميل على حد سواه. صح? لو جات في الميل بيسموها الميل بترن الوبيشي. انما لو جات في الفيميل بيسموها في ميل بترن هيرلوس. حلو كده? يبقى تاني. يبقى الاندروجيناتك الوبيشي. لو جات في الميل ميل ميل. هنسمعها ايه? ميل بترن الوبيشي. ولو جات في الفيميل هنسمعها في ميل بترن هيرلوس. هل هو الكلام؟ طبعا. الاندروجيناتك الوبيشي دي قاعدة كده قبل ما ابدأ فيها. قبل ما ابدأ فيها. كنترولابل موت كيورابل. يعني كنترولابل موت كيورابل. يعني طول ما العيانة دي ماشي معي الدنيا هتبقى بيسمعها. اول ما العيانة دي تفك نفسها من العلاج الدنيا يبقى لها في البزراميط. كويس كده؟ هي كنترولابل موت كيورابل. ماشي. اول ما تجلنا العيانة بتقول لها والله يا عصد دي حاجة اسمها صلعة وراسي. صح? اوعي تقولي العيانة دي حاجة اسمها صلعة. صلعة دي عند الفيميل معناها كأنك قتلت اونوتتها. اللي هي قريدي اصلا مقتولة من زمان قوي يعني. مهم. دي بيبقى بسببها جين جيناتك. دي عاجة جيناتك. صح? جيناتك اللي بيبقى. صح? يبقى الست دي الست دي او الفيميل دي لازم يكون عندها الجيناتك سالسيبتابلتي. ان يجي لها الاندرو جيناتك قلو بيش. بمعنى ايه? معظم معظم عيانين الاندرو جيناتك قلو بيش. انا الاندرو جيناتك سالسيبتابلتي اللي عند العيانة دي. خلت الريسيبتروز بتاعت الهير فوليكل مور سينستيب. مور سينستيب. طب ايه المشكلة لما الاندرو جيناتك الريسيبتروز تبقى مور سينستيب في الفيميل مثلا. او عند الميل الاثنين على حد انسواق يعني. قالك والله بصل الاندرو جيناتك لو اشتغل على الاسكالب هير سبيشيال فرانتال هير يعني. الفرانت مش الاكسبت بيعمل للهير بيقعد يرفع الهير كده يرفحها 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 لدرجة ان الشعراء ما تكونش باينة اصلا. وعلشان كده الاسكالب بتباني. شايفين الشعراء عاملة ازاي? رفاياة خلص. طبعا البريفلينستات هتبقى عليه شوية والايد ايه طايم افتر بيوبرتي. ايش معنى افتر بيوبرتي? لان الاوفر هتشتغل والاوفر الاوفر ازنما تيجي تشتغل بتطلع برضو اندروجين. والاندروجين ده ممكن يكون السبب في الاندروجيناتك اليوشي. يعني ممكن تجي لها بعد سنة تلاتاشر اربعنتاشر. ممكن تجي لها بعد سنة تمامتاشر عشينات تلاتينات الاربعنات على حسب مربنا ياسر. لو سمعت ايش انا فرمنا اعمل شئ. خلي ما بتعمل الشئ. بعد ازنما تجي. تمام? طيب. حلو الكلام? حلو الكلام. ياه. ما يخدها بالراحة خالص مش عايزين يستعمل. اللي باصل في السيورجين. زي ما قلت ان معظم الاندروجين لفل عندهم نورمال. ولكن السنستيبيتي بتاعتها بتاعت الرسيبتور زي دي هي السبب هايبر سنستيبيتي اوف اندروجين رسيبتور. طيب انا دلوقتي جات لي اندروجيناتك اللوبيشيا ميل واندروجيناتك اللوبيشيا في ميل. الميل ده ما برضاش عالبه اصلا. ليه? ده راجل عنده التستيستيرون بالهبل يعني من حج. صح? هتدي له انت اندروجين هتعمل له ايه? ده يعني من حج ده تمشي كده على منوكسيديلي. الى ان يأذن الله ان احنا نعمله او هير ترانسي بلانتيشي. تمام? انما في ميل الاندروجين عندها قريدي هلية. يعني حتى لو زيت شوية او كانت عنده عالية شوية. ممكن في العلاج ممكن الدنيا تتضبط معي. تمام? هم عندهم الليفل بداية الاندروجين او الفميل. الاندروجين عندهم قليل. وفي نفس الوقت الاروماتيز اكتيبيتي اللي بتحول الاندروجين ده او ده الاستروجين اعلى. يقول لك يهي المعلومة اللي بعد كده. انا جبت مجموعة شعره هل كل مجموعة شعر دي لازم كلها او لازم الاندروجين حتى لو الاندروجين عالي شوية. هل كل الاندروجين يشتغل عليهم يقول لك لا. ده مش كده وبس. احنا عارفين يعني مسلا لو خد مسلا حبة من الفرونتال هيرهم. حبة من الفرونتال هيرهم. الاندروجين ممكن يشتغل يعمل لك لبعض منهم ويسيب لك واحدة منهم سليمة او دين منهم سليمة. وده فعلا بنشوفه لما بنعمل ترايكوسكوب. لما بنجي نعمل ترايكوسكوب بنلاقي بعض الشعر فعلا بالسيكنيس بتاعه وبعض الشعر فعلا بقى اصبح فيلا سيير. حلو كده? حلو. المعلومة اللي بعد كده ان الهير فوليكلز بتاعة الاوكسيبتال ريجون الريسيبتورس اللي فيها مختلفة شوية عن الريسيبتورس بتاعة الهير فوليكل للفرونتال ريجون. وعلشان كده الاندرجينيتيك قلو بيشيا تيجي في الفرونتال بس والتسبير الاوكسيبت والتيمبورال. اقدر. بمعنى ايه? طبعا كان الناس المتخلفين زمان كده وانا بقى رقصان كنتم بحب اقرأ وانا في الاعداية دي. كان يقولك ان الرجل بيتصلع بيتصلع. والحتة اللي ورا دي ما بتتصلعش. ليه? عشان هو نايم بيقعد يتقلب. فلما بيقعد يتقلب الفسكولاريتي بتاعة الشعر بتزيد. فلما الفسكولاريتي بتاعة الشعر بتزيد. الشعر بتاعه ما يقعش. يعني حضرتك الراجل الاصلع علشان ما يتصلعش. ينام زرع بصل يعني ولا ايه? مش عادة. مش عادة. طيب ايه اللي يخلي الشعر بتاع اللي دام مختلف عن الشعر بتاع اللي ورا. قال لك والله بيختلف علشان خاطر الامبريونيك اوريجين بتاعه مختلف. الامبريونيك اوريجين مختلف. يعني الدرمس بتاعة دي دي جاي من حتة اسمها الكفالي كمشودير. انما الباقي جاي من حاجة اسمها النيورال كريست. فاكرينتوا النيورال كريست؟ كان بيطلع ليه? كان بيطلع لي حيات كتير. ما علينا. ما علي. ما علي. ما علي. ما علي. مش هو ما عليش هسألكه خلاص. يعني تعرفوا بس كل اللي تعرفوه ان ليه الشعر والدام غير الشعر اللي ورا. علشان خاطر الامبريونيك اوريجين نفسه مختلف. واحدة طلع من الكفالي كمشودير والتانية طلع من النيورال كريست الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الكنسنتريشن بقى هل الكنسنتريشن بتاعة الاندرجين دي? هل في الميل والفيميل واحدة? لا طبعا. الفيميل اقلب كتير من الميل. وعشان كده راجل لما بيتصلع بيجري جدره صح? انما الفيميل مهما صلعت لازم يكون فيه شوية شعر مهودين. لازم. ماشي? طبعا. طبعا انتوا عرفين التستستيرون بيتحول بالفيف الفا راداكتيز الى دي اتش تي. وانا عندي تو تايب سوف فايف الفا راداكتيز. انا عندي تو تايب سوف طيب طو طيب طو. بيقولك ايه? من طيب طو ميبي دوميننط? طيب طو طيب طو. اللي هو طيب إنا بتكلم على مين? على الفا الفا راداكتيز اللي هو واحد واثنين. بيبقى في في الرجالة طيب 2 مور دوميننت عن طيب 1 وانا عندي ده واسمه فنسترائد الفنسترائد ده ده 5 ألفا ريداكتيز انهيبتور قاني 5 ألفا ريداكتيز طيب 2 يقولك ان الفنسترائد is effective in man نطق الومن ده غرط ده غرط ليه لان لقوا ان الفنسترائد ده شغال في الفيميل كويس جدا وهتلاقوه مكتوب في الاندروجيناتك الوبيشة في التريتمينت بتاعها ومكتوب كمان في الهرشيتزم من ضمن التريتمينت بتاعها هلو كده المعنومة دي يعني الحده دي نصفه تعرفوا ان الفنسترائد مور دوميننت موجود فين في المية بس الفنسترائد اللي هو طيب 2 طيب 2 مور كومان في المية بس الفنسترائد بشتغل في الميل وشتغل برضه في الفيميل على حد سواء ماشي طيب المنتشرائيزيشن بتاعت الهير اللي بتحصل منه هل بتبدأ في الهير ولا بتبدأ في الهير فوليكي المنتشرائيزيشن الاول بتبدأ في الفواليكي اللي طبيعية ان الريسيمطر سي بس الريسيمطر سي موجودة في الهير وموجودة ايه بال بهير لحضب او من اللقاءة ايه اللي بيحصل فيها بقى من غير محفظ أن التيرم منالهير تتحول charity وهو مرك dig deepد وشكرا ولم تحبسوك كتيرون التيرم منالهير تتحول الى ايه 50 صيصص وشكرا على كده تقف طيب. بقول لك بقى في الاندوريجينات كالوبيشيا. بتاع الماتريكس بتاعه بيقل. وعلشان كده الشافت ديامتر بتقل. الاناجين بورشن كان بروس بيقل. وعلشان كده بيبيني مور رابط سايكل. معنى كده ايه? مور رابط سايكل. معنى كده اننا لو خدت فورسبس. يعني انا شديت الشعر كده في الاندوريجيناتك الوبيشيا. هل ممكن الاقي فيها تيلوجين هير كتير? نتوقع كده. اتوقع ان انا ممكن الاقي تيلوجين هير كتير؟ اه ممكن الاقي تيلوجين هير كتير. لان السايكل نفسها بيتمور رابط. الفولك نفسها بتبقى مرسبة في الشيء. الهير بيبقى ثنر يقعد يرفع 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 يرفع. انتو تعرفوا ان انا لما باجي اضحك على العيانة. طبعا العيانة لازم تعملها ريئة شوهنش كويس قوي. انا لدي جهاز كده اسمه وموصلوا بالتلفزيون. تلفزيون اربعين بوصة كده. وقوم جاي يحطوا على الشعر تقولي يا دكتور الحتة دي فاضية. او لها الحتة دي فاضية. طب انا ها واريكي بعد الحتة دي مش فاضية. وقوم جاي الموريبه. طبعا انا لدي خطاعة القاهرة دي على لابتوب كده. انما في العيانة بتاعة البلد على شاشة تلفزيون عريضة كده كده كبيرة. اقوم جاي على شاف الشعر بقى المكان اللي انت بتقول عليه فاضي في شعر هون. الشعر ده هي مش شايفاه. ده فيلس هير. وعلى شان اشوفكم لازم اكبر الشعرها دي خمسين مرة عشان اشوفها. متخيلين? ليه? الشعرها بتبقى مو ثنر. فاينر. شورتر. مفيهاش بيج منت. يعني تحولت الى ايه? ها? تحولت الى فيلس هير. الهيستولوجي بقى. انا دلوقتي خدت بايوبسي. عملت بايوبسي. حل? عملت بايوبسي. لقيت ايه? لقيت ان الهير فوليكل في واحدة تأثرت. في واحدة دخلت على البداع. بدونها متلقبطة معها. لقيت شوية شعر فيه شوية من. الانجين قل بالنسبة للتيلوجين. او تقدر تقوله ان التيلوجين زاد بالنسبة للانجين. لان السايكل حصل فيها. رابد جرون. الفوليكلار دينسن دي زاد. طب ما تيجي بقى نشرح طريقة العلمة. وسيبوكم من طريقة المحاضرة دي. انا عايز اعرف الاندرجين ده. في الفيميل. طالع منين. ده واحد. والاندرجين في 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 الميل. طالع منين. انا عايز بس. بس. صافة كده لوحدي. بعد اذنك. صح? انا عايز اتكلم عن الاندرجين. بايس. او باعتمد ان احنا احنا عايز انا عايز انا عايز بنات. الاندرجين ده بنات. الهو مين? الاندرجين في الميل. الاندرجين في الميل طالع منين. وفي الفيميل طالع منين. قال الله ان الاندرجين في الميل ده. يا اما طالع من التستس. صح? يا اما طالع منين يا اما طالع من الادرينة. انما في الفيميل والله يا اما طالع من الابريس. يا اما طالع بعضه من الادرينة. حلو. حد عنده احد رد. طب الادرينة دي في الاتنين مشتركة. صح? ده هادروبياندوسترون. ده هادروبياندوسترون صرفيه ده بتحول الى ده هادروبياندوسترون. وده هادروبياندوسترون ده بيحسبه شوية تشينجز كده علشان يتحول الى تستستيرون. والتستستيرون بالفايف الفا ردكتيز يتحول الى دي اتش تي. حب? انما التستس بتطلع دايرت. الابريس بتطلع دايرت. كويس? حب. اشتا كده? طيب. البغية بتاعتي في الاخر. ان انا عندي حاجة اسمها دي اتش تي. ان انا عايز في الاخر خالص. في الاخر خالص. يتكون لي منتج اسمه دي اتش تي. الدي اتش تي ده هو اللي هيروح يشتغل على الهير فونيكل يبوازها. هل هو كلام? كلام سليم. اذا. الاندروجين. يا اما طالع من الادرينا. صح? يا اما طالع من الاندروجين. يا اما طالع من التستس عند الميل. كويس? كويس. طب هل في حاجات ممكن تزود الاندروجين اه? 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 ايه تاني? بتيوتري. أيها. ليه البيتوترييه? اقول لك انا البيتوتري ليه فيها? هي مش البيتوتري دي. كانت بتطلع اللي لها ول اله? اه? اه? وكانت الف اس ولكن ال ال ينزلوا على الوفاريز ويجعلهم يطلعوا تستستيرهم كثيرا يجعل الأوفاريز تطلع تستستيرهم كثيرا يبقى أنا عندي حاجات أدرينا عندي حاجات أوفاريان عندي حاجات بتيوتر وانا لما أجعلج الأندروجيناتك الوبيشة دي أنا عايز أوصل لكوس أنا عايز أوصل لسبب صحيح السبب ده هاوصله ازاي ان انا هتوقع اكتر من خلال الكلينيكا الميتشور ومن خلال انفستيجيشن انا هاعد ادور عليها هل هو اوفيريال هل هو ادرينال هل هو بتيوتري صح؟ طيب العيانة دي فاكرين لما كنت فدت الهيستري هستروفدرابيك اكتب كده اكتبوا رويا انا ما عاش ماشي مع المحضرات انا هتوقعكم بطريقتي مش كده اسأل ادراج انا هاي زفر الدراج مش ممكن العيانة دي كانت بتاخد الدراج الدراج ده كان بيزود لها الاندروجين اه هي فيه ستات بتاخد اندروجين اه والمصحف والمصحف مين اللي عندهم لكوس ديزير يلاحظ ازاي اه بياخدوا انا بياخدوا حاجات ايه المشكلة يعني كماما فيه ستات بتاخد انابوليك سترويد اه اللي عايزت عضلاتها دي فيه رجالة بتاخد انابوليك سترويد اه يبقى الدراج سواء كانت اندروجين من برا او حاجات العيانة دي بتاخد انابوليك سترويد وحاجات دي ممكن تزاود لها الاندروجين اه ممكن تزاود لها طب هل العيانة دي لو كان عندها هباتك ديزيز يزيد عندها الاندروجين تخيط اه ازاي حذر مبارح اذا كنت متكلم عن سيكس هورمون بيندين جلوبيلن قالتلكم فى الليبر ديزيز ممكن السيكس هورمون بيندينججلوبيلن يزيد او يقلم صح؟ لو'siksh hormone binding globulin لو'siksh hormone binding globulin زادت التستيسيرون هي قلم وبالتالي سيصير عنده غيب شرم انهما لو'siksh hormone binding globulin هذا قلم التستيسيرون زادت صح ولو زادت ولو زادت هيتحول الى دي تش تي اكتر وبالتالي حيجيله هيرش تزم او حيجيلها او حيجيلها هيرش تزم او يجيله اندروجين اندروجيناتك الوبيش يبقى اذا انا قدام مرض المرض ده اندروجين يا اما عالي يا اما سنستيفتي من اندروجين صح طب افرد انا دلوقتي بتكلم سواء بقى في هيرش تزم او سواء بتكلم في اندروجينتك الوبيش عندي فميل انا عندي فميل بتطلع عندها اوفر ازاي صح وفي نفس الوقت ادرينا اتوقع اكتر اتوقع اكتر اكتر ان السبب اوفرين والا ادرينا لازاي اقول لك انا لو انتي هتخينهم كلبسة توقع ان هي اوفرية عشان عندك حاجة اسمها البسي او اللي هو البوليسيستيك اوفري وخلي بالك ان عندك حاجة اسمها البسي او وعندك البسي او اس اللي هو البوليسيستيك اوفري سيندروم ماشي انما لو وليتها رفيعة رفيعة عندها اندروجينتك الوبيشي وعندها هيرش تزم برضو ورفيعة اوي تتوقع اكتر ان هي ادرينا ادرينا بنتيوتري ما بنشوفهاش كتير عشان بقى صادقيا هباتك ما بنشوفهاش كتير غالبا 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 اوفريا خيس كده يبقى الاندروجين زاد او بتاعتوه عليه اندروجين زاد منين يا اما وحاجات اوفريا يا اما حاجات ادرينا يا اما حاجات في البتيوتري يا اما درابس يا اما بزيز يا اما كان بياخد ادوية يا اما كان صعب كده كده سهلة طيب اوفريا طلع اندروجين كتير ليه قال لك وضاي ده حاجات تيومر صح او حاجات مش تيومر الحاجات اللي مش تيومر اللي هو البيسي او خلصنا ها خلصنا طيب الحاجات اللي هي الديومر او في انا عندي حاجة اسمها اندروجين سيكريتينج اوفريا ديومر يا انا انا اهم اه او والله يعني ايه يعني اوفري في تيومر يقعد يطلع التيومر ده بيطلع اندروجين بس صعب كده يبقى لوحدة تخينة قوي هتوقع ان دي مفهاش تيومر وان شاء الله هتبقى بيسي قولة. معلش يا ماما احنا لازم نعمل لك ايه? ألترا ساود. أبدو من الأوبينفك ألترا ساود. عشان نتطمن عليكي صح؟ طيب الأدرينا. الأدرينا البقى. الأدرينا تطلع 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 تستيستيرون او اندروجين كتير امتى? نفس الكلام. ممكن يحصل أدرينا تيومر صح؟ أدرينا تيومر هايبر بليزيا اللي احنا بنسميها بقى. عاش تطلع بقى بتكلم دلوقتي على أدرينا. اللي بيسموها كونجينيتال أدرينا هايبر بليزيا. يعني كونجينيتال أدرينا هايبر بليزيا ده مرض. يوجد انزيماتيك دفكت في السنسيز جوه الأدرينا الجلاند. سواء كان حاجة اسمها 17 هايبر بسيليز انزيم أو 21 هايبر بسيليز انزيم. وبالتالي الكورتزول في الآخر مطلعش. يوجد دفكت بتصناع الكورتزول. بالتالي الكورتزول في الآخر مطلعش. الكورتزول لازم يطلع علشان يعمل حاجة اسمها نيجاتيب فيد باك انجيبشن على هرمون اسمه أدرينا كورتيكو تروفيك هرمون. حلو كده يعني المفروض بقى الصح ان الاي سي تي اتش ده بيطلع. يروح للأدرينا الجلاند ويقولها لو سمحت طلعيلي كورتزول. والكورتزول لما بيطلع بيعمل نيجاتيب فيد باك انجيبشن على الاي سي تي اتش عشان يوضطي. حلو؟ حلو. دلوقتي الولد ده او البنت دي مولودة عندها دفكت في الانزيمين دولت. حاجة اسمها الواحدة وعشرين هادروكسي. ليه سوي 17 هادروكسي. مش مهمة. مش مهمة دلوقتي. المهم الكورتزول في الآخر مطلعش. وبالتالي نيجاتيب فيد باك انجيبشن على الاي سي تي اتش. ما تنفذتش. وبالتالي الاي سي تي اتش يفضل يزيد. والاي سي توجد وينزل على الادرينة الجلاندة تاني يقولها انت ما تطلعت لي كورتزول ليه؟ نهي كورتزول لي. انا مش عارفة اطلع يوم جاي مكبر حجمه. اعمل الادرين الهايبر بليزي. كنت شاهدت من ايه؟ وعلشان هو مولود بيها فسموها كنجينة الادرين الهايبر بليزي. بخصي الادرين الهايبر بليزي. عندما تكبر. بتكبر علشان تطلع كورتزوكي بس في نفس الوقت بتطلع كل حاجة منهم الأندروجين كويس يعني بتطلع كل حاجة بتطلحها منهم الأندروجين بس الكنجينة الأدرينا الهايبر بليزيا مش هي دي البغية بتاعتي تضيطة في صغيرة الأنامالة بيه ده ده خلاص من حرك من الأول ما هو كونجينة رادينا الهايبر بليزيا عم بتكلم في شابة صغيرة جالها جالها أندروجينيتيك قلو بيشيا قال لك آه قصر في حاجة اسمها الليت قونسيب أدرينا الهايبر بليزيا هي دي اللي أنا بتكلم عليها اللي هي المان كلاسيك الليت قونسيب أدرينا الهايبر بليزيا حصل انزيماتيك بدفكت بس لما كبرت شوي وبالتالي الكورتزول برضو مطلعش وبالتالي الاسي تي اتش مطلعش وبالتالي حجم الجيلاندك طيكups سورة الاسي تي اتش زاد وبالتالي حجم الجيلاند زاد وبالتالي الانتروجين اللي طالع من الجيلاند زاد بالتالي عمل لهاDA وهي مجم been德 cho Gao صعب كده. والاي سي تي اتش ده طلع منين يا بنات. ده طلع من البتيوتر. يا حزني. علشان كده لما كنت بقول لكم. مش قصة اف اي سي اتش بس. ده هتطلع لي كمان الاي سي تي اتش. من البصري وبتيوتري. هتطلع الادرينو كورتيوتروفيك هورمون. تمام. ويقوم جاي عمال لي بقى كوشنج. لانه هيطلع كورتيزون كتير. صح? لان ده ده لما يبطلع من هينزل على مين? على الادرينة اللي هي المفروض سليما. خلي بالكم انسوا بقى الكاتل الادرينجلاند بتكلم عن دلوقتي. طلع صح? نزل على الادرينجلاند سوري راح مطلع منها كورتيزوري ومطلع منها اندرويجي. وهو ده السبب في في الكوشنج سندروم لحنا خدنا في بقى. سيبوكوا بقى من الكلام ده. بس انتم فهمتوا بس الادرينجلاند ده منين? خلاص? طيب. تعالوا بانشوف الكلمة البكتش. انا عندي ديفيوز سيلينج. والسيلينج هيبقى اكتر فيه. عند الفرنطل او انا عند الاكسيبتل. عند الفرنطل. ماشي. هيبقى اكتر عند الفرنطل. تمام? البرايتل بتبقى برزيرفة والاكسيبتل طالبا بتبقى اكسيبتل. ماشي. هل الاندرويجينيتك الوبيش دي اي از ابرو جريسيب بزيز؟ اي نعم. از ابرو جريسيب بزيز. يعني يعني كل ما هي سكتة كده كل ما الدنيا عملت الده. تيجي تقولك يا دبتر والله ده كان فلقة بسيطة. والفلقة دي كل ما دا ما عملت وسعت. وعلشان كده الاندرويجينيتك الوبيش عملوا لها. واحد اسمه ودي بتيجي سوار في الناحية. بتبدأ من الاستيش واحدة اللي هي بتبقى لسه و لسه لسه بيش. وازمانة ملخينة. بعدين جريد تو اللي بتبقى مور ودخلت على الفرانتل ودخلت كمان على البرايتل. واستيش تلاتة بقى اللي انت مش لقى يا شعر خاص بقى. خلاص? خلاص بقى عندك جامد لدركة ان هو عمل بولدنس. بولدنس يعني عامل صراحة. انما الفرانتل هيرلاين هنا اهم حاجة عند الفرانتل هيرلاين ده يكون الريزير بديان. ده ايه اللي هابده? تمام? يبقى دي بيسموها ايه? لودفيد كلاسيفيكيشن. تمام? نقولها ثاني. لودفيد كلاسيفيكيشن. ستيج واحد تبقى الاستيبير. مانيمال ثنين. ستيج اثنين تبقى مور عدلوكس. هنا بتبقى البولدنس خلاص دخل على بولدنس. بس آآآ طبعا فيه ثنين وفيه ويدنين. بس الفرانتل هيرلاين دسه الحمدلله زي ما هو كده. طبعا اللودفيد كلاسيفيكيشن في الميلز دي يعني كتير. مش مش مهمة يا. مش ايه. الانفستيجيشن بقى. شوف كاتب الايرن صح صح صح. صح. عارفين بقى ليه بنقص الايرن. لان ان الايرن ده الايرن ده بي افكت البيشنت ريسبونس لتريتمان. كلامه صح. انا معاكم ليه. لازم تقص الايرن. ولو الايرن ما اس اديه. او اديها. ماشي الايرن ما اس اديها طبعا هتعمل كل الانفستيجيشن اللي احنا قلنا عليهم. اللي احنا قلنا قلنا بقى كده. اف اس اي اتش والل اتش والستيستيرون والسيرويد والحاجات دي والداهية دي هتعملي البول تس. البولتست هايبقى بوسطيف ونجاتيف. من كلامكم كنت يبقى نيجاتيفي اولا النيجاتيفي بتاعته هادة طبيعية ليه لان انا عندي شيدنج او ثنينج انا عندي ثنينج انا المحبوض يكون عندي نيجاتيفي صح بحيان بس يقولك ايه بقى على حسب انت هتشد منين صح هل هتشد من وراء ولا تشد من قدام من وراء بحتة من وراء صح من الوكسيمتر ريجون بحتة نان اندرج اندبندن لو شدتي هتلاقيها نورما انما لو شدتي من قدام ممكن الشعراية الاية اللي كانت انا جدي عمالة تقل في الحجم تقل في الحجم حتى مفصلت فممكن يبقى بوزتف معاك صح يبقى ممكن يبقى بوزتف وممكن يبقى نيجاتيف دي دي من وراء بوزتف او نيجاتيف يبقى شديد الشعر بتاعه صعب كده طب لو بوزتف بقى لو بوزتف حنلاقي الانجين كميته اكتر ولا التيلوجين كميته اكتر صح التيلوجين اكتر صح لان السايكل بقيت اسرع صح فعلشان كده حلاقي التيلوجين اكتر وعلى التيلوجين ده شورت وفايل ومش عارف ايه والحدي اعني مين اللي ايه اده يقولي هعمل انفستيشن ايه اتمنين او ايه المهم اوي اللي لازم اعمله في الاندرجيني في كيوبيشن لازم اتمن عن حاجات دي طب فيه هستوري وفي حاجة معينة كده مليست اقولها في الاندرجيني في كيوبيشن اقولها لازم اسألها عن صح؟ هل اسألها على حاجة تانية اسألها على صح؟ لازم اسألها على وليزم اطلب منها طبعا التريتمينت بتاعها هو هو نفس التريتمينت بتاع الهرشيتزم هنديها انتي اندروجين ومش هقول فيها حاجة لان الحاشرة انتي اندروجين قولها انديتين وهنديها توبيكا المينوكسديل صح؟ المينوكسديل هنعرف بعد كده ان هو الوحيد اللي يبدي ابروف في علاج الالوبيشيز سواء كانت اندروجينيتيك الوبيشيا او التليجين افلاوين طبعا تيجين نعنق بقى حاجات مش هندوكو في الكتاب الاندروجينيتيك الوبيشيا نعمل لها ايه بقى شوية شغل بقى من بقى عارفين احلى حاجة فيها حتى الان بصراحة وبامانة تحفى لاقصى مادة خيالوها وكروس فاكتورز تمام اللي هو كولن استيمولاتين كروس فاكتورز وحاجة اسمها وانترانسفورم بروس فاكتور بيتا برضو يشتغل فيها والبلاثل بروس فاكتورز والحاجات دي تخفى 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 ولكنها غالية غالية وفي نفس الوقت الكامينو موتو برضو نفس الكلابه هاربال وحاجات محدش ارفعها ايه المهمة حلوة اوي 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 طب افرض واحدة مش عادرة تحقن بروس فاكتورز خلاها تحقن بلازم خلاها تحقن بربي مرة كل اسبوعين جميل جميل فيها كويس جميل طب افرض مانفعش معاه ده ورده افضل المضوع سبير اوي 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 يقول لك اعمل هير ترانس بلانتيشن ولكن عشانتوا بفاهمين هير ترانس بلانتيشن ده معناه توزيع اعادة توزيع للشعر الموجود وليست اضافة شعر الموجود في الهير ترانس بلانتيشن معناه ايه؟ اعادة توزيع لان انا هاخد شعر من وراء وحطه قدام بيعتمد على اتنين فاكتورز ريسيبيانت ايه هي الريسيبيانت اللي هي الجزء اللي هزرع فيه والدونر الشعر اللي انا هاخد منه لازم كمية الدونر تبقى كمية كبيرة مش هصلحها من وراء صح؟ ما انا هاخد منها بطريقة اسمها الافيو ايه طريقة الاختطاطي امام؟ اخد من وراء وحطه قدام طب مش معنى من وراء؟ قالك لان من وراء دي اندروجين من ديبندنت صح؟ وحطها قدام طب انا ما حطها قدام الاندروجين مش هشتغل عليها؟ لا ليه؟ لان انا باخد اليونت كلها اس ايتيزي انا باخد اليونت كلها بالريسيبتورز بتاعته باخد اليونت كلها بالريسيبتورز بتاعته وانا برفتح موضوع بس عن هير ترانس بلانديشن بسيليتر عموما المينوكسيديل لا غنى عنه طب ايه انواع المينوكسيديل الجديدة؟ عملوا مينوكسيديل 10% وعملوا بالنانو تكنوليشي رائع رائع بمعنى الكلمة ليه رائع؟ اولا الاعيان انا مش هتحط منه كل يوم بخة ست بخات الصبح وست بخات بالليل ده هتحط منه اربع بخات مرتين كل اسبوع تمتخيرين؟ مرتين بس في الاسبوع مش مرة صبح ومرة بالليل لا ده مرتين كل اسبوع بس غالي قوي الازازة بتاعته 450 جديد قال طب مانح نستيم سلس مافيش حاجة اسمها استيم سلس خالص خالص حاجة اسمها استيم سلس مافيش حاجة اسمها العلاج بالخلاقة الجزعية مافيش كلام خالص العلاج بالخلاقة الجزعية كده lestem سلس دي احنا بنقولها مجازة كده ده ده delicatel or a strong factor مشتقة من استيم السلس هلو؟ يعني مافيش حاجة اسمها استيم سلس بتتحق 찍ت ماشي طبعا الموجودة في السوق في منها النوع مضيف قوي اللي بيتحل ولازم يخلص يعني اول ما بفوق السيرينجا لازم يخلص في خلال ست ساعات وده غالي قوي ولازم يكون معاك اكتر من عيان عشان تخلص اليوم من حقنا في خلال ست ساعات دي وفيه جروس فاكتورز دي ممكن تقعد لحد 12 يوم او 14 يوم ودي اغلى منها الامبولة الواحدة وسط ال 250 غالية بصراحة وبدي تتحين على مردين وتتحين تاني بعد ثلاث شغوف كويس في ناس عاملوا بقى اللي هو الكراون كاب اللي هو الالترا اللي هو اللي بيتحط على الدماغ اللي بيضلع لك تقريبا 655 نانوميتر ده بيعمل استيموليشن للهير بروس يعني بس يعني هو واخد الاف ده ابوه بصراحة واخد الاف دي ابوه تتحيني ايه ابوه ماشي طيب عارفين فيه اخترعوا عارفين الاطرا اللي هي بتاعة لوميجان لوميجان حاجة اسمها لاتانو بروسط لاتانو بروسط هي اطرا هي كل اللي فيها دي بروسطا جلندن انا لو ده حاجات جديدة بس اضانتس ليس مش عليكو يعني بس تعرفوا ان اللي كان دلوقتي احنا بنستخدمها لما شعر الحواجب او شعر هموش يقع والصيد الفيكت بتاعتها اكتر من ضراء يعني اكتر من منفعيتها يعني تمام يعني الصيد الفيكت بتاعتها عالي اقوى انها بتعمل في العين ومو بتعمل كمان كورن الوباسط بس اخترعوا بقى حاجة بقى ايه ده بروسط فاكتورس للهموش والحواجب ابقى اديكوا اسميها وابقى ان تاخدوا برقم الشرك والحاجات ايه ماشي يبقى علاج الاندروجينات كالوبيشيا ان انا لازم امشيها على انتي اندروجين قد ايه ده فوريبر لازم امشيها على مينوكسيديل مودة قد ايه ده فوريبر فوريبر مينوكسيديل لا مش هيبطل خلاص مش هيبطل الانتي اندروجين علشان يشتغل كويس لازم على الاقل على الاقل تاخدوا سنة لازم على الاقل على الاقل تاخدوا سنة طبعا حيوب الانتي اندروجين المنستر والحاجات ده هنبتدي نتفاها نتفاها ماشي طبعا التلوجين الفلوفيام ندخل عليه اللي مفيه زي ما اقولتلكو مفيش بني ادمة في مير على وجه البسيطة الا ايه لو بتشتكي من تسقط الشعر اللي هو التلوجين الفلوفيام يعني تلوجين يعني التلوجين هير كتر الفلوفيام وقع بس صعب كده مش صعب حصل انكريز في الشيدنج ولا انكريز في ستينينج الشيدنج يبقى انا لما اجمسك الهير حلاق الشعراية الفيعة ولا تخينة حلاق الشعراية تخينة الشعراية تحولت من الانجين للتلوجين بسرعة صح؟ بدل ما كانت الانجين تقعد معها ثلاث سنين لا تقعدت معها مثلا ستشور راح تقلبت على طول على تلوجين ماشي؟ حلو الكلام؟ طيب امتى بقى الانجين ده يقلب للتلوجين؟ الفلوفيام شعراي觉得 الانجين افلوفيام خلي fundo اللون joue بしました جميع400 طيب الانجين حت sweetheart جميعان goodlegine أحبث البشن عد إلي وشبه كما کحفي قمكن لو مكانش موجود لو مكانش فيه شعرة تعوضها تعوضها لدي نصيبة صح؟ لدي نصيبة ماشي يبقى عندي معنى كلمة يعني الانجين تحول الى الكلام ده بيحصل بعد بيحصل شفت بقى من الانجين هير الى الهير وبعدين بيحصل فيه ماشي طبعا ده قالك سببه ده يعني ده عملية منعكسة من حاجة دخلت او حاجة جدت او حاجة خارجية واحدة عملت ضيط عملت عندها واحدة زعلت ده واحدة خايفة من الانتحان وشافت نتيجة شبين وحشة ممكن يجي لها ده عزين فخلي بالكو ده ماشي يعني خوفوا على شعركم مش مشكلة الانتحان اه ما حاجة الشعر لأجوازكم يجهوزوا عليكم مش معصيين طبعا الاتيولوجي حدس ولا حرج واحدة جالها سخونية شعرها يوعها واحدة دخلت تعمل عملية شعرها يوعها عشان كده حاجات دي كلها لازم نسأل عليها صح ماشي على ضيط ولا لا في حمل ورضاع ولا لا اتطلقت ولا لا حبيبك ضحك عليك جسامك ولا لا مش عارف بدأتي اي دوة جديد ولا لا صح ده لازم اتطمن على الشعراية هل يا ماما انت عندك سرايسس ولا لا سبريد المطايتس ولا لا ده كلها اسباب ممكن تعمل التيلوجين الفلافيام ده بقى كلام حلو بقى ممكن يبقى كيوت يعني يعني حاجة فترة ويخف وممكن يبقى كرونيك يقعد كتير رايح جاي عليها رايح جاي عليها رايح جاي عليها ممكن تقعد لحد سببينيه التيلوجين الفلافيام ده اكل عشنا اكل عشنا لان احنا بنبقى عارفين ان هو بيخيف ده الاكيوت اول ما تقولي له هد نفسك وان شاء الله كل حاجات قويسة وتديها ان شاء الله يا رب اي تونك كده هتخفي هتخفي بإذن الله تمام يبقى المستكومن ان انا يجيلي الريف شوية ان انا يجيلي فاكرين الفيميل ساعد ما قلت بقى لكم بتاعت الهير فوليك الديستريبيوشن هل هي في الناين ولا ميل بتن هو الهير لاين ده قالك ان الهير لاين ده لو شفته في الفيميل الهير لاين ده مش عارف انتم ماخدين بالكم منه ولا لأ مش الهير لاين اللي هو الكراون لأ ده الهير لاين ده بص كل واحد ينبص على جزء كده هتلاقي فيه حتة فرانتال كده ريسيشن يعني رجعت الورق من عند الجنايب كده ماشي من عند الجنايب بتاعت الرؤس ده اي راجل عنده ده سبب الاندروس قالك ان لو كانت عندها فرانتال ريسيشن ممكن يكون سبب الفرانتال ريسيشن ده ان كان عندها يعني شعر يسقط ويطلع تاني شعر يسقط ويطلع تاني يسقط ويطلع تاني يسقط ويطلع تاني ممكن ماشيه طبعا الاكيد تليجن وفلافيان ببقى فيها الشيدنج مور دان ثم طب الشيدنج هيبقى موجود فيه قالك والله خليبانك تكريين في الاندروجينيتيكا لوبيشيا ده انا قلتلك لو كان ايبين بوزطيب حيبة من قدام بس انما من ورى لا بيبقى نيجا ده انما في التلجي بوزطيا كل حتة في الدماغ بتجيب شعر كله سواء ورى او قدام حلو؟ النقطة دي مفهومة ليه في الاندروجينيتيك الوبيشيا كانت من قدام بس انما من ورى نورمان ليه؟ بالضبط لان المشكلة هنا عامة فيش الشعر كله انما في الاندروجينيتيكا لوبيشيا كانت المشكلة بس في الفرامجة ماشي؟ عشان يقول لك بي شدين البوزط البولتست موجود في كله آآ آآ يقول لك ايه؟ تعرف ازاي ان هي بدأت تخافها ان الشعر صغير بدأ ينطلعت صح؟ وتاخد بقى الهيسترول في سريس والكونديشن او مش عارف ايه؟ طبعا خمسة وتسعين في المية بيخافه وزن وان ون ور شيء عشان مشك كوني زادت بقى الهيستري تقولك شعر في سقطت؟ ويرجع داني يتعدل وبعدين سقط ويرجع داني يتعدل ويسقط ويرجع شوف تقول لك ايه ان ريجرونج هتلاقيها في الفرانتل والبايتمبرال اريا دي اللي انا كنت بقول لكم عليها بقى ان هو الفرانتل ريسيشي ماشي اهي 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 ده الهير لاي شفتوها بقى دي لما تشوفوها دي باكرونيك تيلوجين افلو فين اعتبارا ايه ان الشعر الباقي ثيك صح ثيك انها دي لو ثن يا رب تكون موصلت طبعا الهيسطوري بتاعي اه في الاكيوت طبعا لازم اثنر عن اشوف اكتر ولا الهير اكتر طب اخر انا عايز افط بقى بقى هستوروجي بقى هستوروجي 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 هاعمل ايه هلاقي ايه اتوقع اكتر ايه انا اخدت من الوقتي هستوروجي كل واحد يرفع رأسها للسما كثيرا. السبسولوجي من اسكالب. اسكالب دين مفروض فيها تيليجين. حلقة ان الهير فوليكلز اللي موجودة اكتر فيها تيليجين هير صح؟ دي واحد. يعني اكتر من 15 في المية من هو تيليجين هير. ان انا ملاقيش ملاقيش فوليكرا نيتشرايزيشن. لان الفوليكرا نيتشرايزيشن دي بتبقى موجودة في الاندروجينات كرويشة بس. وملاقيش لمفوستيك انفلاماتور انفلتريت. لان لو لقيت لمفوستيك انفلاماتور انفلتريت ببشارة بيقع نتيجة ديزيز مختلف بقى. تمام؟ بس. مش عايز احتراماتي. التست. لازم نتطمن ان ضاية البنت دي بدا يكون كويس. نفس الكلام والله. سيرويد وسي بسي وسكريمين وكله زي بعض. ماشي؟ الفورسة بول تست بقى. حلاق ان التليجين افضل من 25 في المية صح؟ وفي البول تست. نفس الكلام على ايه بوزة تبقى. تعلموكم الفورسة بول تست ده. ده حاجة بتتعمل تحت الميكروسكو. انما البول تست ده بشد. دقيقة اكبر من 5 يبدا بوزة تبقى. حالو الكلام؟ الا لوبيش شعرياتة. لا دي بقى تبقى انت تقروها. الانجين مفروفين. بكلمة واحدة. والله بتسئل شفر. يا بنتي. في حاجة اسمها انجين مفروفين؟ اه. بتحصل اكتر معمين مع الناس اللي ماشيين على كيموترابي. او ييجي السؤال بالعكس. يا بنتي الناس اللي عندهم كيموترابي. يجي لهم ايه؟ انا جين مفروفيا. وسكوتي على جديد. صعبة كده؟ ايه؟ الكيموترابي ده تتكبر قد كده وتعمل بلحظة. يا بنتي. الناس اللي بيمشوا على كيموترابي. يجي لهم ايه في شعرهم؟ شعرهم بصقق. لدي بقى مصيبة لو انتم شعر فيها. عارفين طبعا المستشفى الاطفال بتاعة الاورام دي. لما بياخدهم السرابي ولا ريتيو السرابي. شعرهم كلهم يقع. صح؟ ليه؟ بيقولون حقا اسمها ايه؟ انجين افلوفيام. يعني ايه انجين افلوفيام؟ يعني الانجين نفسه هو اللي هو اعرف. تمام؟ حلو الكلام؟ دي بيسموها ايه بقى؟ دي بيسموها ديستروفي انجين افلوفيام. ديستروفي انجين افلوفيام. كويس؟ صحيح. مش عايز اكتر من كده فيها. ايه دي صغر ايه. للعائلة الصغيرة اللي بيجيلهم ديستروفي انجين افلوفيام. دي اللي كانوا ماشيين على. ريديو سيرابي او كيمو ثيرابي. ماشيين؟ ربنا عارفين ايه. انما فيه حاجة تانية اسمها. انجين افلوفيام. ببساطة. من غير ما عقد نفسه. ده تيجي في الاطفال الصغيرين. تيجي تشد شعره الانجين هير وبيطلع وذوت بين. بيطلع ازلي وذوت بين. احنا عارفين ان الانجين ده كان هو اللي كان ماتك بالكيوتيك اللي بتاعته فين؟ في العينة روتشيز في الكيوتيك اللي بتاعته في العينة روتشيز. لو اللي في مرض بقى اسمه اللي بيجي في العائلة الصغيرة. واجه اشدني. مش محتاج بقى ان انا هعمل فورسيبس بس. ده انا اشدها كده الاقي الشعرات تطلع معي. واجه احطها تحت الميكروسكوب. الاقيها انجين. صح؟ انجين. تمام؟ اقول له والله ده حاجة اسمها الانجين. انجين هير. ومش عليكو اكتر من كده كده. طبعا الترايكو جرام هلاقيه كله مين؟ انجين. هل هلاقي فيه روتشيز؟ لا. هلاقيه انجين. دي معناه ايه؟ معناه ان الكيوتيكل بتاعت الشعراية مش مسكة في الكيوتيكل بتاعت الانجين. هلاقيه انجين. هلاقيه اسمه ايه؟ لوز انجين هير. سندروم. هادي يقول لك ان الانجين هير اهو. فهمتوا بقى لما تكون مفاهمين البيسيك. هتلاولون يا سهلة. خالص. خالص. ماشي؟ طبعا البطورج بتاعته مش عليكو ان هو الابنورمال او ان الهير لكو في انا مش مهمة لحدة. ماشي؟ ادي الكيوة انا كالبريزنتيشان بتاعته وربنا يصروا ما يبقوش في الانتحان. البولتست بقى حيبقى بينفل ولا بينلس؟ بينلس. فهم التجول secondaris. ب felicствو الابنورمال والخامسه. توجه ما بن puisse غير rape. ماشيب. الحين الأولحرة في الاندرجوناتك الوبسيسي. هما بالعمال لتنجم للتجول كامل slack has behand营. تتعطيب الب HELP. من cierنة. صح وممكن الاندرجينيتيك في الاندرجينيتيك الاولوشيا يديني نورمل ريزلت صح ولا لا يعني ممكن يبقى نيجاتي بس حتى لو بزطي يبقى معد lame bas في الاكيوت تيروجين اوو و الكرونيك تيروجين اووو بزطي في كل الاسكال في الاكيوت اناجين اوو بزطي في كل الاسكال ده مش بصو ده هايلي بوزوطيب صح؟ ده هايلي بوزوطيب ده مش هتشده بس ده مش مش بيحتاج انك تشده جامد ده انت حتشده بس كده في القلوبية شائرياته المفروض هنلاقي بوزوطيب بس هنشوف الدستروفيك اناجين مش هنشوف النورمال هنلاقي دستروفيك اناجين تمام؟ تجميع برضو ديارتي عملوها سكرينشوت الاندروجينيتيك الوبيشيا الكمبيلت تاعة ثنينج موردان شدينج موردان شدينج موردان ثنينج الالوبيشيا رياته ببقى في دفيوز شدينج من حتة واحدة في اللوز اناجين سندرون ببقى فيها شدينج ولازم يديني هسه ان انا لما باجي شد شعره كده بيطلع في المشط من غير ما بيحس القلم ماشي؟ الاجزيمينيشن في الاندروجينيتيك الوبيشيا بلاقي فيها دفيوز تنينج في الفرنطة الاكتر من الأمسيبيتال في التيلوز انفلافيان بلاقي في دفيوز شدينج في كله في الالوبيشيا رياته بلاقيها حتة لوسوف هير في سيركام سكراد اريا لوسوف هير في اللوز اناجين هير سندرون حلاقي فيها تنينج بحثة وشدينج بحثة الدياغنج يجب ان اعتمد على الامر وممكن ان اعتمد على الاندروجينيتيك الوبيشيا كل الاندروجينيك الوبيشيا بلاقي في الالوبيشيا طيب ممكن اقول لكم انها مش عليها افهموا انا سأقولوا هذا وخلاص أنا لدي اليميونيلي ليس شايف الشعر ، التستس ، الكورني لكن اليميونيلي ليس شايف هؤلاء المشيء حلوه حلوه. الحاجات دي ده اسمه سكن بريفلش سيستيم يعني سكن بريفلش سيستيم او الاميون بريفلش سيستيم يعني الحاجات الاميون سيستيم مش شايفه. حلوه حلوه. الهير دي الهير فولكل دي ربنا حميها من بره كده بسيتو توكسك تيليمفوسيتس. مخليه اي تيليمفوسيتس تيجي جنبها تموت. حلوه حلوه. كويس كويس. طب ايه اللي حصل في القلوبشي ارياتا انه حصل فيه دفكت في الاميون بريفلش سيستيم بالتالي الاميون سيستيم تعرف على الشعراية على انها انتجين. حلوه حلوه. طب الشعراية دي. الميجور هستيكم بتابلتي اللي على السلسل بتاعيبها. هتبقى طيب ون ولا طيب 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 ون. ليه طيب ون. لانها يا فندم عبارة عن ميجور هستيكم بتابلتي واحد واثنين. صعب كده حلوه. وبالتالي لو تكون ضدها. لو تكون ضدها. اميون رسفونس. هتبقى سيدي ايت ولا سيدي فور رابوا عليكم سيدي ايت. ليه سيدي ايت. لان سيدي ايت دي رايحة ناحت. ميجور هستيكم بتابلتي واحد. انما سيدي فور كدت رايحة ناحت ميجور هستيكم بتابلتي اثنين. فايز. السيدي ايت دي. كانت عبارة عن ايه? تيسي توكسك سينس. تخيلوا. هي دي ديته. وصوشينسيز بتاعت القلوشة اليات. ان الانيون سيستيم. مش شايف الشعرية. لو شافها. هيطلع ضدها السيدي ايت. ليون جاي متسا. صعب كده. طيب. دي مراجعة بسيطة دي. الاندرجيناتك. لو بيش يفسيش واحد واثنين وثلاثة. ما باعها لحد خمسة. كل ما تفينيك دي ترايكو جريب شاكين شعر رفيع ده. ده اللي انا بقول لكم عليه ان احنا بنتحق على العيانين ونقول لكم شعر بيطلع. كل ما بيرفع اكتر كل ما كانت بتاعها. الفكرة كلها ان انا عايز اوقف الفايف الفايف ده ده. ان انا عايز اخلي استثيرهم ما يتحولش الى دي اتش تي. او امسك في الريسيبتورز نفسها. يعني الدي اتش تي يتحول براحته. الدي اتش تي يتحول براحته. بس اقفلو الريسيبتورز بتاعها. همشي? طيب. لسه ما دخلتش في الانتيالوجين علشان ما حدش تنفى. دي نشوف شوية ادي صور القلوبشي ارياتا. القلوبشي ارياتا بتغلبنا. بتغلبنا. مع التنيا كابيتس. القلوبشي ارياتا الريسيبتورز نورمال سكال. نورمال سكال. وده عليك بقى نديها توبك السترويد. نديها انتراليجينا السترويد. نديها سايكو سورين. اللي احنا هاتون. طيب افرد قالك يا بنتي ايه هو الباد بروغنوستيك ساين في الالوبيشي ارياتا. يعني ها يلا شرحنا الالوبيشي ارياتا. يعني انا قلناها سهلة يعني. قالك والله يا فنم الباد بروغنوستيك ساين في الالوبيشي ارياتا دي. كم حاجة. اولهم ان هي تبقى ملتبول. تانيهم ان هي تبقى ها. في حاجة اسمها الوفيزيس والوفيزيس. هي الحتة دي اللي انا بشعر عليها دي بيسموها اوفيزيس. اوفيزيس. دي بيسموها باند لايك الوبيشيا. تبقى موجودة عند التمبرل والوبسيوتر. ماشي? اوفيزيس. حل? او او لو كان معاها نيل تشينجز. دي كلها بات بروغنوستيك ساينس. ايه دي نيل تشينجز ايه? اكتوبها نيل بتنج او نيل ديستو فيه على حسن. طبعا كده يجب الكلاني كان بيكتر دي سهل افضل. اهم حاجة في الوبيشي ارياتا ان انا دور على حاجة اسمها الاكسيكلميشان مارك. ايه الاكسيكلميشان مارك؟ طبعا انا انا مشوفياش دي لازم عدسة. ان الشعراية بروكسيمالي رفيعها. وديستلي تخينها. ليه? مش انا قلتلكوا ان الهيرفوليك البدأت تهاجم بالسي دي ايت. صح. وبالتالي الشعراي اللي فوق سليمة. انا عايز اقول لكم بس شعراه مشان نفهم بس. يا رب لا ايه شعرايات ده ايه شعرايات. ركزوا معي. الشعرايات اللي فوق لازلت سليمة صح؟ السي دي ايت عملها تضرب من تحت. في الجلد من تحت. وبالتالي حتة الشعرا اللي هتطلع اللي لسه هتطلع هتبقى بايزة صح؟ وبالتالي حلاقي شعراية تخينها من فوق من هنا والفيعة من تحت هنا. طبعا كده كل ما بعد عن الجسم يبقى دستل وكل ما بقرب ده بروكسيمالي يبقى صحبه كده. ودي الميزة بتاعتها دي تبقى كاركتوريستيك فيتشر لالوبيشي ارياتا وبقدر اشدها كده هو من غير ما يحس اصلا. طبعا انا عندي حاجة اسمها 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 ان الشعر بتاع الجسم كله طبعا بجد فيها كلام كتير بس صعب ان انا اقوله صعب ان اقوله بصراحة ما فيش وقت ان اقوله بس الكلام مش مهم عليكم اول بس تعرفوا ان الالوبيشي ارياتا دي طب لو انا اتلخبطت بينها وبين التنيا كابيتس دي مهمة بالنسبة لكو كلينيكا اعمل ايه؟ حد تنكشير ايودين التنكشير ايودين ده كده كده بيستخدم في علاج الالوبيشي ارياتا وفي نفس الوقت انتي فانجل وقد كمان معها سيستيميك انتي فانجل ماشي جب انا قطيت لتنين تمام؟ طيب الالوبيشي ارياتا دي خمسة وتمانين في المية منها خف الواحد وغالما السبب بتاعها ببصائتك ويقولك دور على اي حاجة في الدماغ بمعنى ايه؟ يعني دور على عينه فيها ايروس الفريكشن او لا دور على ودنه فيها ايه التهابات او لا دور بجيلو كونيك هيدك او لا ممكن يكون عنده شوية سينوسيتس هي السبب ماشي؟ دور على اثنين وممكن يكون فيها دنت الكارث او لا حاجة الحاجات دي من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل الوبيشي ارياتا ولكنها خمسة وتسعين في الماء منها بيبقى نفسي وبتخفي لوحدها من غير ايه علاج تمام؟ نجرب معها ما نفع شهي ممكن ادي كا انتراليجنال استرويل ممكن ادي كا انتراليجنال استرويل ممكن ادي حاجات اريتنت فاكرين انما كنت بقولوكم ان البولفيريا كوتينييا طردى من ضمن السيكويل متاحها ان هي تعمل هايبرتريكوزيس؟ اه؟ لأن هذا البورفرين إيريتين وإيريتيشن هو الذي يعمل في حيبر تليكوزي الإيريتيشن هو أن الشيط الذي يقول لك أنه يطلع شعر نحن لدينا مادة اسمها الدي ان سي بي عندنا في المستشفى ودينا مادة اسمها الدي بي سي بي إيه دين سبي داي نايترو كلورو بنزين دي ان سي بي داي نايترو كلورو بنزين دي مادة كان الدكتور تايمور بيحضرها هي والدي بي سي بي اللي هو الضيفين سيبرون دا دا كان الدكتور تايمور بيحضره ونقعد نمس على الناس التول على الوشي دا اميونو موديليتو ماشي يعني بيحسن الاميونيتي لو كانت عالية يوطيه ولو كانت وطيه يعليها بس كان بيجي لهم كونتك درماطيكس منهم ونش عارفين ان الالوبيشيا توتالس دي بتتعالج بالبوفا دا مش كده وبس دا في حاجة اسمها الكوفا بوفا يعني سورالين يوفي ايه وكوفا يعني خلين يوفي ايه بمعنى ايه هيحط السورالين دا توبيكال حال وبعدين يدخل ياخد جلسة الاشعة بتاعت اليو في ايه او يحط الخلين توبيكال دهان كده ويدخل ياخد ياخد جلسة اليو في ايه قالك ان هي ممكن تحسن برضو بالشعر طبعا انا بقى المينوكسيديل والحاجات دي شونة سهلة كده تبطيهوها بالراحة كده ماشي طيب ايوه تنسوا ان في السيستيما كثرة ببتاعت الالوبيشيا سايكروسفولي اعلموا عليك سايكروسفولي انا مرة عيان كان جاله ملطق القلوشيا الياتا وفاكري انما كنت بقوله ان انا ديت له السيستيما كسترويد ديت له السيستيما كسترويد والعيان ده بدأ يتحسن غوب جاله تشيكن بوكس علشان انا كنت غلطان ان انا مساءتهوش قبل كده جاله تشيكن بوكس ولا لا 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 الالوبيشيا الياتا سهلة وصعب دي جاله ايه سهلة ها حاجة اسمها ترى التمبرال ترانجللل الوبيشيا وهذا ببتا مستهدل هذا هو الطفل الموجود بها هل رأيتنا اللايكين بلانو بيلاريس وهو بعباره عن بيري فوليكلار غيريثيما في الأول وبعدين يقوم بسيكاتريشيا الألوبيشيا لكن هذه السيكاتريشيا الألوبيشيا طيب فرانتال فايبروزينج الألوبيشيا والفرانتال فايبروزينج الألوبيشيا دلوقتي بعالجوها بالفينيسترايت بعالجوها بإيه؟ بالفينيسترايت بس دي من ضمن السيكاتريشيا الألوبيشيا لانا إن شاء الله